اشتركوا في القناة امس ولا فيش لغون دو فيش اللي كانت ما بين البارسة والبايرن وكذلك غادي نتكلموا على البطولة الاحترافية في اربعة دي المقابلات الدورة السابقة اللي تجروا يوم امس كذلك غادي نتكلموا على الملتخب الوطني النسوي والليست اللي لنقليها خورخي فيلدا في جوش دي المقابلات اللي غادي يكون ان شاء الله بيشوخ امام كل من الملتخبات التنزاني وسينيقالي على بركتي الله اليوم غادي نبدأ حلقتنا بيشوخ وغادي يكون معنا ضيفنا اليوم اللي هو محمد مفتاح المحلل الرياضي والصديق والزميل الصحفي بباشي نقش معنا مقابلات دي اليوم امس لكاملين عشاق دي الساحرة المستديرة بيستخل كل شي تمتع سخطف الماتش دي البايرن والبارسا واللي دائما سبقنا وذكرناه يوم امس وقلنا لانه يعني هاد المواجهات هادو دائما ما كانوا كيكونوا في حل اه فينالات يعني ما هاد الفورق هادو سيخطو ما بين البايرن والبارسا يضايخ شفنا خمسة دي المقابلات الاخيرة اللي كانت اه وكانت صارات دي البايرن وكانت صارات دي البايرن والبارسا وكانت صارات دي البايرن والبارسا وسيخطو الغطوغ دي البارسا اللي كنا اه افتقدناها اه واحد للمدة ولكن بليل غطوغ يوم امس غاديكون رد جد قوي جدا غل تذكير فقط مستمعين بالمقابلات اللي كانوا يوم امس والنتائج ديالهم لاتلونطة اللي انتهت بسفر اللي متلي امام سلتيكا غلاسكو بريست اللي انتهت المقابلات دياله بواحد الواحد امام باير ليفر كوزن لاتليتيكو وهدي المقابلات اللي كانت فيها شوية دي المفاجأة ولكن اللي كتحقق الانتصار ديالها ثلاثة الواحد امام لاتليتيكو مادريد ادوميسيل والقيمة اللي سبقنا وتكلمنا على هي البارسا والريال عفوا والباير ميونيخ اللي انتهت بربعة الواحد البينيفيكا ثلاثة الواحد اللي انتهت عالمقابلة امام فاي نورد امام مانشستك سيتي خوماسية امام سبارتا بخاق امام ليفر بول اللي انتصر بواحد الصفر امام لايبزيك وكذلك سال بورك اللي نهزمت بجوج الصفر امام دينامو زا غريبو يونج بويز اللي بدورها نهزمت امام الانتر دو ميدان كانوا هادو هما نتائج ديال المقابلات اللي كانوا يوما امس ناخدو فاصل كيقول يا هشام ناخدو الفاصل مستمعنا ونرجع لكم وغديكون معنا محمد بيساح لتحليل هاد المقابلات ورجعنا لكم دائما مستمعنا مستمعاتنا في حسة جديدة معكم اليوم الوحدة الثلاثة ديال الشياء دونك غادي نمشي ونقرأو التعاليق ديالنا ديال صحابنا في اليوتيوب والتعاليق اللي جيدة مرحبا بيك يمان ومرحبا بكل متشبعيك يا راح تحية لك مرة اخرى وشكرا لقابل دا ودائما انترك ولد الدار مرحبا مرحبا بيك يمان مرحبا يا الله بداية محمد بفتحر وش كما نقوله وش سقيت الاؤينات البارح الاغروند عافيش لي كانت البارح ما بين البارسا والبايغ دومونيك لسالة بربع الواح وديان شغل انا كنقول واحد القديد ان هاد المباريه تدير ديال دوريات اووروبا هي احد الفورصة ديالان انا كنديرو واحد القومة ديال العينين ديالنا بعد ما كنشوفه مو سوا صحيح صراحة عن البوطرة ولكن الموتع ديال دوريات اووروبا كتبقى عندها واحد طعم خاص خاصة انا المسخة شديدة والمباريه الكبيرة لانه كنتكلمو البارح البارسا ما تيران كانت كتمنى ولكنت كتمنى النفس انها ترد الدين لانه كنعرفو الهزيمة القاسية اللي كانت لقعتها امام البيان في وقت صعدت تمانية البارح يمكن نقول انه فليك المدرب ديال البارسا عرف كيفاش يوضف اللاعبين ما تقدر انه يوصل لمبتغدير وانه كانت المباره الصحبة في البداية سجل عادة من بعد كيرجع الفريق البارح في النتيجة وكيت تعادل وهنا في نزاد خلال المباره فيها واحد شويق واحد من الدية وكن نقول بانه نتيجة بالنسبة ديال كانت كانت تكون اكتر من صيفة بانك لو انها بطبيعة الحال لانه حتى البيان يمكن صعيب تلقاهم بعض مثل المباره ديال البارح لانه الفريق فراحة كما كان قوله صعب في المنافسات ديال دوريانطال الأوروبا ضيف الى دارك انه في الدورات الاخيرة في البطولة الالمانية وفي فريق اللي كما كان قوله واجد وكيلعب مباريات كبار وكيقدم مستوى كبير وبذلك امام البارسة يمكن نقول انه ذاك الضغط اللي كان قبل البارسة لانه كانوا كيف قلت بغين يردو الدين فالمباره كانت اللي صالح البارسة واللي مهم اننا استمتعنا بالمباره استمتعنا بالمقابلة وهدو كل الاهداف اللي كانوا تسجلو سيغطو الهاتريك ديال غافينيا واذيك الباس السحرية ديال يامينيا مالا محبب المفتاع غير هو واش ما شفتيش ذاك الضعف نوع الماء يعني على مستوى الدفاع سيغطو شفنا جيالباير نوير اللي يتقدب نوع الماء سيغطو معدك الهدف جيال ليفاندوفسكي لا هو البارح الباير كان شوية عنده الدفاع دياله وما كانش متماسك بالطريقة اللي يمكن نقول انه هتخلي انه على الاقل يقلو من التواجد اللاعبين ديالبارسة انا نوير نوير كانوا اللاعبين ديالبارسة يخرجوا فاصة فاصة كما نقوله صعيب انك تلقى العل لانه ما زان راسيني واحد اللحظة في السجل هذا صراب مشاو ويعني كما كنقوله جر الحارس المرة اللولة وبقاتها بورجرتها فكح زاوية هذا السجل يعني نورمال مولباير صعيب انك تخلي مثلا اللاعب فاصة فاصة مع الحارسة ديما كتلقى واتلقى واحد كما كنقوله كيغطع لك نوع الماء الزاوية البارح الغومي ساحات كبيرة لاعبين بالبارسة وهذا بصراح الدور اللي لعبوا رفيني لانه رفيني البارح را اللعب في الطب اللي ممكن نقول انه هو نادرا فيك تلقى هاد اللاعب هاد المستوى دايو غرح تغفر بمئة ماتش اللي تلعبو مع البرسة غير هو انا وعندي واحد سؤال هنا محمد مفتاح نكن تكلموا مثلا المنتخب البرازيلي والناصون البرازيليين هي دي اللاعبين البرازيليين ودي ما ديك لاطوش ودك الفينيسون كتكون عند اللاعب البرازيلي يعني اكتر من اللاعبين اخرين ولكن هاد السنوات يعني اللي دازو بدأ يعني المنتخب البرازيلي ما بقاش كي يظهر يعني كما لاحظنا وبالزاف للنجوم هما كي يتعبروا رسم النجوم اذا يخشفنا فلاكوب جمان غير هي رافيني وفينيسيوس يقدموا دابة مستويات اللي عالية يعني فلاة شامبيونس ليج دونك بغينا ولكران ما زل ديك اللمسة البرازيليا متواجدة يعني فالكورة العالمية اه بطبيعة الحال لنا اللي بغينا نقوله المشت لدي الكورة في العالم راهية البرازيل راه مثلا ذكشي اللي داروا فينيسيوس في المباراة اللي قبل ديليوم التولاتي ضد دورتموند مستوى خيالي رامين كانش انه فريق ريال مادريد كان خسر بجوجل صافة في الجولة الاولى وبعد ذلك يرجع في النتيجة وشكل لاعب اللي اعطوا الاضافة راه الهدف اللي سجل فينيسيوس راهي باش تلقي لاعب من خط الوسط باش تلكورة وبقاغات بشت الكاري وكروشة وفتاح الزاوية والسجل فعليه يتلقى بحالة بحالة النجود ولا بحالة النوع يدي اللاعبين وبذلك كنقول بانه لاعبين البرازيليين متواجدين يعني في بقاء العالم ومتفر بوطول عدم مولوكيني ودائما كيعطيو انه راه المركز ولا المشهد ديليل الكورة في العالم هو البرازيلي وكيبقى طبيعة الحال لاعبين اللي كيتألقوهم اللي كنتكلموا مثلا كيف قلتي على بني سوصولة رافينيا ولا الاشكالية اللي عندهم اللي كيكونوا ديك التخمة ديال النجوم المنتخب هو اللي كي تضرر لانما فعليه تجيب اي مدرب وعنده مثلا غير لو كي تقول لاي حالي غتنادي عليها مثلا المنتخب ورافيني عندك مياه كيفاش ننتهي تقلصها لثلاثين رفع الضرر اختار تتعيه وتوحل وبذلك اللي مهم في الشي كامل كيف قلت هو انه كان ستمسع بالمباراة صراحة للبارسا ما كتقول دي فينا الفمتي ما كتتفرج كتقول رادرة يعني لأب نهائي جيل جيل لاتشامبيونس ليغ لا في الماتش جيل ريا لا في الماتش جيل جيل يعني اليوم امس جيل البارسا والبايا نونك والبايا كان ستمتعه الان تفضل تفضل لا هو اللي جميل هو انه كتشوف حتى الهفوات والذيك الاخطأ اللي كي جي مننا الاهتاف هي كما كان قولو في إبداع المهاجم كتلقى المهاجم كي يستغل لذيك الفرصة وكي يبال إلى أي حد منه أي لعب من هد المستوى ذي اللي خليتيني شوية دي المساحة يقدر يعاقبك لأن مثلا البارسا بطبيعة الحال في السنوات الأخيرة ودائما كتلقى مشكل في الدفع لأن البارح كوندي لقى مشكل كبير في الجهاد واللي ما كانش كيعونه رافيني البارح كلا في فلاطاك بزاف كبارسي بقى ما ما شي هو هاداك اللي بقي كي تنوى البارسا هايكون دك المستوى دي البويو اللي يقود دفاع دي البارسا بعل دي كذلك بونك بالنسبة دي البارسا البارح بأقل جد قدرت تنتصر أهلاش لأن الفكر دي البارسا اللي كان عارفو اللي هو دقاء دقاء جافليك غيره هداف كلهم كي تديل تمريرات ربعة كي تلقى يقول أحد المرمى دي البارسا وبذلك الفكر دي البارسا الآن كي تغير لأن الطريقة دي دقاء دقاء وتيكي طاكاء وهدي بحل الفرقة عارفو الطريقة اللي كتلعبها البارسا الآن طريقة أخرى مع المدرب وهنا فين قدروا أنهم يخليوا الفرق دي البارسا ما عارفش كيفش يتعامل معاهم لأن كانوا كيتوقعوا دايما أي هفوف الدفاع وينسيلة لدي المواجمين الحكس اللي دير البارسا حاولي نضم الدفاع ديالو وركة تمشي يعني في خط الوسط بوحد الصورة باطئة أو لكن التمريرات طويلة مثلا التمرير دي اليمن لرا باش باش آني لي بني التيرانكا ملوش حط قرص يعني المسطارة هو القلب فهذا كلاج وفي بلا فورماسون ليدار زي ما برافو لهذا اللاعب هذا اللي في هذا الوقت عيش فينا جل يمين يا مالغي هو يلاسمحتي لي محمد ميفتاح أنا معاك ومستمتع بالتحليل معاك لأنه كانين أصدقاء هنا اللي كيطرحوا بعض الأسئلة يعني عبر اليوتيوب وكيقول لك محمد الأوداتي كيقول لك هاد الهدف جل بارسا الثاني غير صحيح وكان دفع للمستوى جل المدافع جل باير وبزيف جل نقاش اللي دار حول يعني هاد الهدف تاني شوف بكل أمانة هادك دفع يرتقي مشيلا يرتقي شو بقى ده من الدفع ديان نحنا من هنا يمال بحرل هنا لا هو يسو بس نكون صراحة اللي جميل وش ناو وأنه كين خطأ أنا متاثق أنه اللعب لأنه من اللعب المدافع لما طلع بش أي ديجاج ويكورو أو بش حيبها فاره أي فوام اللي كيكون أي واحد كيما كنقوله أي لعب هزوز على الأرض شوية كيما كنقوله كتتخلي التوازن ديانو يختل وبذلك كان فعلا أنا أتفق أنه كان خطأ ولكن هذا لا يعني بأن البارسان نتاثروا فقط بهذاك لهذا صارت على الواحد فكان خطأ التحكمي أتفق وهناك هنقوله بأنه راتفلوروب كيل أخطأ التحكمي غير كتكون قليلة كيكون همش ديالها قليلة كيكون خطأ واحد مثلا في المباراة وما كيكونش مؤثر ما كتكونش مثلا ضربة جزاء باينة وظهار مكيعية فلا أنا غا نرجع شوف مفتاح من جبتي لي هذا الموضوع أنا بها غنيت نتكلم فيه وغادي نرجع هو غنيتش تكليوم عزب يا صافي باش نرجع نقرأ تعليق ديال ساميئة لي قال لي أختي إيمان تبارك الله ليك في المستوى محسناش بالفرق وسلمي للأخ مفتاح وقول لي هرا سلم عليك الكابيتان عزيز بيناتكم 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 باش نتنزل المقابلة أخرى و باش نتكلم لبقية المقابلات أنا بغيت نتكلم المقابلة ديال بريست وباير لفيركوزن يتخطو ديك الإصابة ديالي كيفاش نتشفت هات المقابلة المرضود ديال يعني الفريق الفرنسي وال الفرق شاسع ديال باريس سن جرما يعني في هات البداية ديال لات شمبيونس ليق يمكن نقول أنه النسخة جديدة ديال المباراة ديال ديال بريست الأوروب أي فريق كيحاول لكيفكر أنه مين هزمش يحفظ النقاط باش يكون ماليك الكوكب اللون اللي كتخول له أنه يدوز الأدوار القادمة المباراة ديال بيار لفيركوزن كنعرف أنه فكرة القدم دائما الفريق اللي كيسالي الموسم بواحد المستوى عالي جدا وكنتكلم على الباير وما قام بي في الدوري الألماني والمستوى اللي سالدي وفاز بالبطولة والمستوى اللي قدمونا أرونسو فخلى أنه كل شيء يجد لها ديال وخاصة الموسم أنه يلقى صعوبة في الدوري الألماني يوجد أي خصم عالي جدا وهذا طبيعي لأنه كل شيء يوجد لك المباراة ديالبريس البارح يمكن يقول أنه التعادل واحد الواحد كان منصف الطرفين زيما بأمانة كانت مباراة عادية كانت متكافئة الإصابة ديالعجني فوحد اللحظة تخلعنا ولكن الحمد لله من اللي شفنا وقف اللي وكذا الحمد لله ولكن رغم ذلك ألونزو قال اللي متخوف بزد شغطو يعني الإصابة كان على مستوى الكاحل دونك كنتمنا وهد شي لحنا لاش كنتبعو بعض المقابلات غير باش كنتشاهدو يعني التطور ديال اللائبين جنة اللي غادي نعاكس للمتخب الوطني المغربي أتفق لأن تب أمانة الطريقة باش باش قليس اللاعب ديالبريس على عادلي لأنه كما نقول دار ليرجلو بلغة كورة القدم صندويج دار وسط من نومي وهد يكره يعني اللحظة ديال سوق ديال عادلي كل شي قال أنه شوفير كما كن نشات نشات للولد والله لأنه صعيبة صراحة الطريقة باش عبر وي كي باش تعامله وما خلاتنا لانا تخلعنا الحمد لله نتمنى أنه عرم مخلفات ديال ديال الإصابة ولكن اللي جاميل لأن الحمد لله كانت كما كنقول بردا والسلام عن اللاعب ونتمنى ونتمنى ولي التعلق إن شاء الله وكيف قلت أنه ما استمتع بالمباراة ونتابع اللاعبين ديالنا كيف ما الباش جين اللي كتشوف فريق لكل شي كنت كلم على أنه هو اللي خف هذا الموسم يقدم مستوى وانشي بعيد ولكن ديال شفنا المقابلة اللي كانت ديال باري شفنا كيف حكيم اللي كان الوحيد اللي كيتقاتلي ديال يغرج جمن البيت هذا ولي كان حكيم الآن ولا واحد اللاعب أساسي في الباش جيو خسنا عرف بأنه ديال حكيم رأي الأعين ديال فرق الكبر الآن كتراقب هذا اللاعب الأكثر من ذلك أنه المفكرة ديال ريال مدريد رك يفكر أنه يجيب خاصة بعد الإصابة ديال كار دخال وكن نظن أنه العلاقة اللي عنده كذلك مع مباب ومع ديال فالباش جيو وستطريقة بش كي يتعامل مع حاكمي الأمر هو كما كنقول النجم ديال النجم ديال يغرش في نعلي مفاجأة ديال مدريد أدو ميسي اللي كتاخد ثلاثة الواحد كنتخليل اللي المدرب ديال برونو جينيس جو اللي كقدم مقابلات اللي رائعة إذا يغرش فينا كيف يعني في الحقبة كيف انتصر إلى المنش استخد ديال غورديو اللي ال بيريود ديال كورونا إذا يغرش فينا كيف مع الغيال كيف كتشوف انت هد الفارق تطور اللي كيدهر للفرق الفرنسية هكس الفارق مصبق نوت كل من محمد ميفتاح شوف ديال الفرق الكبرى لما كنت كلمو مثلا للأكلي جيكو للبارسة للريال باقي من الفرق تستعد لي وكنت كلمو على فريق لي الفريق اللي يمكن قول انه خاصة هد الموسم المستوى جميل جدا والطريقة اللي كيلعب البطولة الفرنسية كيف كتلعب مقارنة مع الدوري الإسباني ولكيف كيلعب فريق لاتليتيكو طبيعي جدا كانوا انتصر لان الخطة باش كيلعب وتكتول الدفاع كتسهل على الخصوم اللي عندهم لاعبين سراع وكي بنوداء من الخلف انه يوصلوا يسجلوا لك الأهداف وهدا اللي خل انه الفرق الفرنسي انتصر للاتليتيكو لان للاتليتيكو دائما لشنو كي اعتمد وهالطريقة دي ما ما كتعونوش كتعونو مع الفرق اللي هي كتضرط عليه كيف ني دائما من الخلف وكي تعطم كي يوخ وحد الوقت طويل باش يلعب في الظهر دي المدافعين في حال اما انتصر للمرمى هذا بالنسبة لي صعب وصعب المباراة للاتليتيكو ولكن الفرق الفرنسي كان واجد صراحة وكان مكين مكين قوله محضر ومش بذيك الرغبة دي انه اعلم شو لبهم على لاتليتيكو ما كيش فرق بي لاتليتيكو وحتى المباريات اللي دي الفرق الفرنسي دائما كتلقيها وكتقدموا مستوى اللي جيد وكبير يعني فالتشمبيونس لي كنتكلموا الموناكو وكنتكلموا الليل كنتكلموا عيني بزي الفرق اللي كدهر ولكن لي كتشوف وكترجع كتشوف يعني الدوري الفرنسي كتلقى الباري دائما مصدر دائما واخدة واخدة البطولة هذا هو السؤال اللي نطروح لاش واش احنا شوف المصادقات الكبرى دائما لها الأضواء وهذا الأضواء اللي كنتكلموا عليها في المباريات أنا مثلا غنكون فريق عادي جدا ولكن اللي غلب مع ريال مادري دائما تكون دائما توجد في المصادقة هذا الفريق يعني جاهز لأنه عارب ندي المصادقة دي ودي ما كلا فريق اللي بين فين واخر كمشي كنحقق واحد لإنجاز وكنغبر مدة طويلة فكيخليني المعب مبارا وانا مركز مية في المية عكس مفارق اللي ديمة لعب الاسبا تبقى ديمة عنده دي أنا لعب فريق من درجة تانية ها ودلي كيوقع لأن ريال مادريد تشيدي كينا فريق ريال مادريد لأن هو مايسترو دي ريال مادريد كيوقع ريال مادريد تلك الصوت الأول وكتكون دي تيق دي اللاعبين كينا ولكن اللي كيبط الفي سير يقول لك احنا رامش هما في ولنا رامش يدون المستوى دي انا وكيطلعوا وكيطلع فريق آخر هذا الفريق اللي كيطلع في الدوزيان نتا راه هو الحقيقة دي ريال مادريد لانا رجعتي اللمات دي الغيال مثلا دورتمون راه سالة شوط الأول بجوج الصافر لدورتمون النفس اللاعبين رجعو وهم اللي حقوا تي دول وعالد مع التغيرات طور الفريق وذير يعني هنا كيبالك انه الفريق اللي متعود على المسابقة كتكون نفسيته كما كنقول بين نارين في بعد أحيان كيلعبوه زائد دكتقة زائدة عكس الفريق الآخر اللي كنتكلموك يحضر مرة مرة فعليش فعالم كرة القدم كيقول كذا رهم كما كنقول غير غادي عتي كيف فاجأك في اللقاء كي هذا مفاجأ هذا الفريق هو المفاجأ دي للدورة ولو المفاجأ دي النصغة علش لأنه كل مبارك يبخل محضر واجد مجهز مية في المية عكس من اللي كتكون عندك ديك أنا راح أنا مثلا هو صاريخ اللي وصلت للموسم الماضي دمي في نوع كذا كل اللقاء داتي دي ما عندي ديك المفتي دي مرتاحة أكثر بالفعل أخر كتلقاها كتلقاها كتكون مستعدة ألا محمد مفتاح غير نذكر غلاسكو بريست اللي انتهت المقابلة كذلك بواحد الواحد أمام باير ليفر كوزن لاتليتيكو اللي نهازم تلاتة الواحد أمام ليلة الفرنسي بخسلون القمة ديال هاد المقابلات اللي كانوا يوم أمس بربعة الواحد اللي انتهت المقابلة أمامها وامام الباير دي مونيك والبني في كاب تلاتة الواحد نتصرت لفاي نورد أمام منشيستر سيتي بخمسة الصفر أمام سبارت بخاق ليفر بواحد الصفر نتصرت لليبزي أمام سالبورك اللي نهزمت بجوجة الصفر أمام دينامو زغرب أمام يونج بويز اللي نهزم أمام لنتر دي ميلون كيف شفتي انتهت المقابلة هادية موحمد في فتاح بيانسور لنتر دي ميلون لا هو المباراة كانت موصفة ولكن رأينا الفارق الإيطالي في المباراة لأنه لم يكن سهل عليه ولكن إشتالية كبيرة لانه حتى الفارق السويسري متواجد بشكل دائم في المسابقات دي الدوري الأقبال ولكن حتى المسابقات اللي يمكن قول أنه يحضر لهدي ما يقدم السوا الفارق الإيطالي دول الإيطالي بشكل عم رأس راجع رأس اليوفي رأخسر مع شودغار يعني المستوى العام دي الدول الإيطالي مازال ما مقنعش لا لانتير لا لا سي لا كدلك طالنطا أطالنطا ولا اليوفي باقي باقي المستوى دي الدول الإيطالي متراجع بشكل كبير وهذا راجع يمكن اليوم الإمكانية المدية قلات في الدور هذا وبذلك التواجد اللاعبين الكبار اللي يقول لك في الدور الإجليزي والدور الإسباني وفي هذا ده يمشي الدور الفرنسي فالغياب دي الدور الإيطالي لأنه ينتد بلعبين في المستوى خلال أنه يهيب عن التواجد المصابقات للدور الأبطال ولو أنه بين الفين والأخر كيف في حال الموصل اللقب الماضي لعبه مع السيتي في الفينال للعصبة ولكن كتلقى فقط ثلاثات ما كتلقاش دائما الفرق الإيطالية متواجدة كتلقى في النهاية والفنائي دائما الفرق الإسباني والإنجليزية وهنا قلت أنه حتى على مستوى الانتدابات والمركاتو يغيب دور الإيطالي بشكل كبير على وهذا شي دائما محمد مفتاح دائما الفريق أو البطولة يعني في الكرة عامة رأى هاتشي اللي كيبالك في المنتخب ميكتشوف دابا المنتخب الإيطالي ميكتشوف المنتخب الإنجليزي اللي حاليا دابا ركشفتي الإقالة ديال المدرب دياله كذلك يعني لاعبين فاش كيكونوا في واحد المستوى في القمة مع الفرق ديالهم هاتشي كيكسل المنتخبات ديالهم هاتشي لولا ناقص دابا في القرى الألمية ويبتفق معك دابا هاد الإشكال اللي كنت كلمو عليه اليوم هو دائما كنظر وتكن يا وكنلق الإشكالي اللول وهي الإشكال المادي والإشكال المادي واللي كيخلك دائما يا إما عندك الإمكانية اليوم ريان ماذري كتلقاها دائما مشواجة في النهائي وكذلك حتى كذ مشي بعيد وكتشوز بوطول إسطاني وكتلقا كتصارة تلاخر باللاعبين اللي عندها وهذا اللاعبين باش كي يجاول لأن الوقت اللي كنشوف أن أي لاعب المستوى دياله تراجع فما كنناخدش واحد الوقت كبير باش كنمشي نفكر اللي باديل دياله وكنصرح هذك اللاعب وكنجيب القطع غير في الوقت اللي خصي نجيبهم ما كنناخدش وقت طويل ما كنخليش هذك اللاعب بتاعي يوصل يقولي الجمهور يقولك هذا ما مبقاش صالح لنا وهذا هو الفكر اللي عند باريز ما كنضمش أنه كين عادش شي موثي آخر في كورة القدم في العالم لأن باريز باقي شكو اللي قال بأنه متى راموس غير شكو اللي قال رونالدو غير شكو اللي قال بنزيم غير باقي ولكن هو عارف بأن هذي اللاعبين المستوى ديالهم مع ريال مدري والتوقعات والطموع بالريال مدري هو هذا خصي نجيب للاعب آخر اللي غادي بقايا طيامي لباقي المستوى اللي أنا غادي بي وصف غادي الى استراتيجي لغادي بي مه 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 بالفعل وعلى أيين نادو كانوا المقابلات سديال يوم أمس ولي يعني معرفش أنا بغيت ناخد رأيك يعني فدل أسلوب جديد اللي ولا فلات شمبيونس ليج واد لفخصيون جديدة ولكن قبل محمد مفتاح تلعبوا غادي تلعبوا ثمين ديال الماتشات دابا تلعبوا ثلاثة قو خمسة ديال الماتشات قدامي الترتيب ديال دوري أبطال أوروبا يعني من بعد هاد المقابلات هادو كانين ثلاثة ديال الفرق انجليزية يعني فأولى الترتيب كان الستاندو فيلا التي تسعود نقاط ليفيربول كذلك تسعود نقاط مانشي استخسيتي بسبعة ديال نقاط كيف اجتك دل القدي ديال الفرق انجليزية يعني باقي باقي يعني باقي الفرق الأخرى يسور باقي لزو خماتش النهائي جغ بلاتي نوصل لك الفكرة حيث قدامي كانشو كانشو ديال الفرق الفرق اللي اللي الحدث ها شنو تدير لما تأخذ اكبر عدد من النقاط باش تكون على الكوكب اللولة تتأهل مباشرة وهنا هذه الكوكب اللولة العادي جدا انك غتلقي فيها الفرق لكل شي كي تتبع وكل شي عارفة كانت تكلم على الريال كانت تكلم على الفرق الفرق كلاسيكي اللي كتتواجد دائما غير هذا هاد الامر هاد بالنسبة ليا هو انه ما غير يعطينا المباريات اللي في المستوى العالي تال دور تاني تال الكوكب التاني غير نشوف مباريات في المستوى العالي الان نستمتع بالمباريات ولكن في المواجهات اللي كتكون مباشرة في مثلا البايارمين كان من غير المقبول مثلا بالنسبة لي أنها تنازم على الباركة على الأقل تتعادل باش تبقى غادر في المباريات اللي جيّة مع فرق أخرى كانت تكلموا على الفرق لايبزيك ولا أي فرق اللي عادي مثلا بينيفيكا الفرق اللي كتغيب بزر يا حاضر ولكن ما غادستشكش ذيك الخطورة يعني طبعا بالحال وهذا الملك ينقر ماشي كان نقص مثلا بينيفيكا ولا لايبزيك طبعا الحال نعطي تيميسيا اللي كتقارن هاد الفرق كتقول اليوم مثلا ريال مادرغة اللي عما لايبزيك بشكل و الريال غات نتعصى و ناس الشيء بالنسبة ليينفيكا إذن اللي حد الساعة فالفرق كمعتقد أنه واحد المجموعة دي الفرق تقريبا اللي عندها اليوم ما بين تسعود سبعة و سدية النقاط اللي كما كنقوله هي اللي غاتشوف فيها في المرتبة اللولة ولا في الكوكب اللولة و الفرق الأخرى طبعا غتنافس فيما بينها عاد غنشوفوش كل الكوكب اللي غتلتحق بالمجموعة اللولة على أيين في احنا من المستمتعين يعني بباد السحر دي السحر المستدينة دي ممكن كولان إنو فاش كتتفرج فدلي ماتش كتبغي غير فوقاش يعني المقابلة الجاية تكون عكس يعني من هنا من البحر هنا كتتفرج حي تخاصك تخدم هذا كل ماتش ولا خاصك تفرج وتشوف الحكم كيبقى خمسا دقيق و لصا دقيق سبعة دقيق يعني في في الفر عاد كيقول لك راه ها ديك ضربت جازاء ما كيناش ولا كيناش على أيين محمد بشتاح ناخد وفاصل كيقول ياهي شام لنا فاصل نعود ونرجع اليكم شكرا ومكملين معكم دائما مستمعين مستمعاتنا في برنامج البطولة من الوحدة لثلاثة في شهادة ما هذا المرة غاديمشي ونقرأوا تعليقات لي بزاف كيقولوا لي ايمان لش ما كتقراش تعليقات غير سمحوا لي يارا بيسوغ الناس كاملين بغين يعرفوا التحليل جيل المقابلة دي اليوم أمس كانوا بزاف دي الأمور خاصة تناقش معا ضيفنا اليوم وصديق وزميل محمد ميفتاح قبل ما مشين عند محمد ميفتاح بويت نقرأ بعض التعليق أبد المؤمن شفاق إنها ياسي أبد المؤمن ما كان بس ما كان بس الأعداء المرأة شوف را كان في أي مهنة كان أعداء فقط كيفش كتقدر يعني تتجاوز هذوك الأعداء وكتنجح وكتبين اليوم أنهم را كانوا غالطين في واحد الحقبة أو واحد الوقت من الأوقات سي إمام مالك تحكيم المغربي في قبل ما نكملها سي إمام قبل ما نكملها نمشي ونخدوه محمد ميفتاح أهلم بك مرة أخرى محمد ميفتاح وشكرا مرة أخرى على قابول دعوة قد نمشي ونتكلمو على القمة اليوم مكن نتكلمو على نصف النهائي منتخبنا الوطني في البيتش سوكر واللي ستقدر تكون أول مرة يعني صراحة فايل تقليم لأنهم سيدوزون لكم بجمال دي السجال ولكن قبل بغيت نعرف الرأي ديالك محمد ميفتاح حول يعني بدا التجاوز بدا المنتخب السينيقالي ولكن كان واحد لطفق سيغ لي ماشي بالسهل واللي غادي نقدروا القوة معه يعني مشاكل في هاد لطفق فينا اللي غادي تجرى اليوم عاربعة ونص بمصر بالغرداء اللي هو المنتخب الموريطاني وكن نظن أنه المنتخب الوطني المغريبي لكرة القدم الشاطئية فعلى مستوى الافريقي فو دائن تواجد طموح الكبير بالنسبة لنا هو نشو الكأس العالم أنا دائما نطمح وحتى النسخة الماضية اللي بذكرت في الأنفذ الأخيرة والظلم التحكيمي اللي خلنا أننا ما نواصلوش طبيعة الحال أننا ناهم اللي كان نشوفه المباريات اللي لعبنا والمستوى اللي قد تمنافذ المصابقة ديالك أس أمم أفريقيا اللي كتجرى بمصر ممكن كانت لهزيمة أمام منتخب مصر بثلاثة جوج ما عارفت شو أحد اللقطة الأخيرة اللي الخورة كانت غادل الشبكة وتنهاية المباراة وتحرمنا من هدف اللي كان على الأقل نتعادلوا ومشيوا نمواصلوا ونبحتوا على الله ونشوف كان فيه خيرة محمد ميفتاح علاج لأنه كنا نصدرنا المجموعة كنا نطلقوا بالمتخب السينيغالي لذلك فيها خير لا شوف تكبيعي ماشي القادية اللي لا الشي ألف ألف زعمام أنني نطلقى مع منتخب مثلا ديالسينغاله نطلقاش مع المنتخب الموريطاني ما الشي من البيب أنه المنتخب الموريطاني الصعب ولا من اللي كندير بالي أن أغلب مع منتخب اللي قوي واللي عنده مثلا صيت وعنده باع وكذا كالقاداتي كنستعد مئة في مئة من اللي كنننهازم بديك الطريقة وكنت المعنويات نوعا ما تتقل تتخلي أن المواجهات ديالك صعبة أمام المنتخب الموريطاني ولكن هذا لا يعني بأنه إعنا المباراة تكون صعبة بالنسبة لي الأداء اللي قدموا المنتخب لا في مباراة ديالغانا وانتصار ديالغ ولا في أمام المنتخب كيف قل في المسر والمستوى اللي اللي بعبنا به فكي يبقين أنه عدنا من إمكانيات ما يخوي لنا أننا إن شاء الله نواصل المسير في كأس أمم إفريقيا وكيف قلت أن الطموح الأول بالنسبة لنا هو أننا نواصل كأس العالم هذا هو الهدف الأساسي لأننا نتعلق الآن للكرة المغربية بشكل عام خاصة على المستوى ديالمنتخبات سواء الكرة القدم النشوية أو الكرة القدم على مستوى الضوكور وكيف قلت أنه هاد المباراة هدي أنا ما أخشى هو النفسية لللاعبين صراحة أنه في بعض الأحيان هاد الجانب النفسي واللي يخليك شوية ما كتقدمش ذاك الشي اللي مطلب منك في المباراة والتركيز كي هيد وكتقولوا الدين للك المباراة السابقة ممكن تأثر على اللاعبين في المباراة ديال اليوم ولكن تنقل بأنه اللي جاندين أن المنتخب الوطني المغربي فأنا ما أعتقد مسبق شواجه هنا منتخب موريطانيا مرة وحيدة وتعادلنا ربنا في البطولة ديالكأس العرب كأس العرب أو لا وكانوا دي ماتشاميكال وكانوا كذلك واحد تغنوها في نواك شوت كأنه مهم كيكون هادوك النتائج كيكونوا إكخاذي فهمتي كتسارية بجوجه واحد لا أنا كندوع المباراة الرسمية المباراة الرسمية اللي كتعطيك الوجه الحقيقي سفغي عما المباراة الشي بالنسبة لإفريقيا والعرب بكل أمانة المباراة الودي مع مرة تعطيك الحقيقة المطلقة لأنما ما كنلعبوهاج بهاجي فأمانين نقدم كل ما لدي كنلعب أمانين نوجد كنما نقوله في ذيك مول على مستوى الطاكسي ثولى أما اللعبها من أجل أنني منتاثر فنا عدناش أدنسي ترى للأسف وهذا أمر شوية كده لما صقاع رياضات بشي غير فكورة القدم شخص فكورة القدم العادية عدنائها المشكلة كتشي مثلا صدقني لقلتي مثلا غدغت لعب الأهلي مع الراجعة وللأهلي مع الوليدات وللأهلي مع الجيش ماتش مودي أتشوفه ماتش عادي ولكن إلا كان داخل ضمن مصابقة من دور الأبطال ولكن أتشوفه سواء آخر ندية وتشويق ونا مضايش نختار إلا كانوا جوش دي المقابلات مع فروق اللي عادي زيما في البطولة وتخطو فش كيكونوا الدورات الأولى كيبانوا لك عادي ولكن إلا تلاقاوا في كأس العارش ولا كأس أولى بخواب على تشمبيونس اللي قناتشوفه يعني وجه آخر لهذا الفروق يعني اللي كيكونوا يعني كيتواجه يعني فضل يعني ماشي في البطولة يعني عادي مقابلات اللي كيكونوا عادي واتش اللي اللي سبقت وذكرت وانا متفقى مأك فيها محمد ميتاح غيره هو بغيت نسألك يعني في وإحنا بكملي الموضوع ديالنا ديال البيتش سوكر من بعد عمر سيلة اللي كان نعرفه لأنه المدرب السابق ديال المنتخب الوطني ديال البيتش سوكر اللي يعني البالماريس ديالو كيشفع إليه بالليكوب دافخيك ليدا مع المنتخب السينيقالي كيجي واحد اللحظة وكي تملق إيقالة ديالو يعني بدون أسباب وكي تمتعين جيل بغتو دا كوستا دي سوزا اللي دا كأس العالم مع البرازيل في 2017 انت كيفيش كتشوف التغير وش ماشي في صالحنا الاستقرار زماء والله اتقي بي يا خينا في كورة القدم المغربية وكورة القدم الشاطئية ولكن ما بغيش في الرياضة المغربية صعب جدا انك تفهمي علش ما كيش الاستقرار في بعض الأحيان ممكن نكونوا غادين في متائج مستوى العالي وكنقدرون غيره وفي بعض الأحيان ما هالبديان غيره احنا ما عدناش كما كان قولوا استراتيجية ولا توجه ولا كيفاش احنا غادي هاتش عادنا عادي في المغرب ممكن انك تكون غادي مقلق مذيان غير انا مثلا شفت واحد ملاحظة معينة ولا قالوا لي برنا واحد حاجة ماشي كان عايت لك يقولك اجي اختي ايمان قول لي يا انت كمدرد درتي هاد الخطوة هادي ما كانش موفق عليش درتيها ولا عايش تعادلتي هنا لا اوتوماتيك مو كان عايت لك السلام عليكم اجياء اخوة يسبح لي الله يعونك مش نجيب واحدة خل لي انني انا في السكر بي علي اوتوماتيك مو كان يقولوا لي هاد يكره هوقع وهاوقع كان ماشي نفكر البادية مشي كنفكر الحم مشي كنفكر علاش ما كنجيو شو نقولوها اجي يا اخوة يعطينا البيلون الحاصيلة علاش انت ووصلتي لهاد المستوى وما وصلتيش لهاد شي نبغينا شنو خسنا نبدلو شنو خسنا نغيرو هاد الشي هادة مادناش لأساس السكر بيانا راي الله مؤخرا بامانة دار مع وليد الرجلاجي راي صدقيني راي كنا مثلا وليد لما جينا من من الكاندي القدف راي كادي مكان السلام عليكم اجي اخوة الله عام الصافي نجيب ونضرب اغا ولا يكره اللي خسو يكون هو اجي ينجلس معاك هلاش غلطنا هنا شنو خسنا ندبلو ونزيدو للقدام وما اتطعش في نفس الخاطع هذي عقلية هذي عقلية فوالا عقلية كينة نو كنت عيشوا معاها والاسف كما سبقتي وذكرتي لانه ما كينش هادك التواصل التواصل هو اللي كيخون بعض الامور اللي ما كتصلحش يعني نقدر انا نجلس المشكل وبعض الجماهير كذلك لما كتصبرش يعني على الفرق جيالة والمتخب جيالة فبزاف جيال العوامل اللي ما كينش حوش لاذاك الاستقرار وفقط كيكون نقد واللي ماشي بناء هذو المشكل جينات جيال عقلية جينات المقابلات جينات في نهاي اللي كيتجرى وحاليا يعني ما بين المتخب الميسر ومتخب السينيغالي وكذلك المقابلة اللي كتهم نحنا والاهم يعني فيها هو التأهو ان شاء الله المتخبنا الوطني الاول مرة الكأس الالم اللي غادي ان شاء الله يكون بسيشال بإدني الله في 2025 محمد ميسرح لسمحتي ليك انقراط بعض التعليقات لانو كزاف دي الناس باغيني يعني يتكلموا معنا ويعطونا الاراء ديالهم بخصوص يعني البيتش السوكر ولكن شوف الاغلبية شنو كاتبينينا تحكيم صيفر الناس كلك تدرع الى التحكيم وعى البطول الوطنية ومتشوقين باش يسمع هآ لي هاشتاج تلقى ي الرهة نسيت يجيدي سوي للأس ماذا له احتبار تلك الكامل المتتبعين الكريم هارو واحد رقا ابدناه الله شوف انا كنقولها دائم أنا ما عنديش مشكلة أنك تناقش ولكن نقشني بفكرة أنا مثلا كندير برنامج اليوم ولأنتي باكت قدمي برنامج كتطرحي تساؤلات كتتحطي واحد الموضوع للميقاش اللي متتبع شنو تدور رياله أماني غنسمع وناخد الفكرة وهذيك الفكرة إلا أنا ما عجبانيش ولما وقتان عشبارة مثلا كتاب غنقولك أنا ما كنتفقش معكم لأنه وش ما كتشوفوش كده وانا مثلا ناقش معكم كنتت ناقش مع الآخر اللي مهمشنا هو الميثالي البرنامج تخرج انت بوحد الفكرة اللي هي هذيك الفكرات فقالها تخاف بيهن ليالك وغدتقلص وغدتفيلت لها وغدتاخد اللي كيهنك انت ما تاخد أنا مش كلامي أنا ولا كلام إيمان ولا كلام الآخر منزل لا أنا كنقول رأيي إيمان كتقول رأيها وانت كدلك من حقك كتقول رأيك في التعاليق وكنت فاعله مع بعضنا باش نخرجه بخلاصة لماذا أنا عقلي وعقل إيمان وعقل كنت وعقل الآخر كلنا نخدمه عقل لا باش نخرجه بخلاصة حتي باش نحمل لي قلنا هسافر غدتش دير غده وتقول هاد الناس لا قالوا بأن هاد هاد فاشل ولا لا ماشي هاد كالأمور كبس والأسف بعض العقليات اللي كتتأثر بعض الأمور يعني إلا شافوا كومنتار واحد مثلا كيصب نحو واحد الموضوع كيبقى يبقى وغادين في نفس في نفس في نفس التيجة أنا ينكملين مع أبل مونعيم شافيق الفي دوسون ميوه اللو في بيان اتر اون فامو ماروك يتونتاش أردولا بالأكس بالأكس سي أبل مونعيم بالأكس المرأة المغربية غادة وكتشق يعني المنصر ديالها يعني في المملكة المغربية دا يغرش فيناها في مناصب اللي عليا وخاك تتم يعني الانتقاد ديالها ولكن تتلقاها عندها واحد الغراد لأ واحد آخر لان لا صحيح سيء فاديو طول كامو مملكة لإكسلس ان سنبقى سنبقى سيء فرسلسل لليه تروري ديالها كيفو شانجر مرسي بوكو فرس بو كمانتر سيبقى مونعيم شافيق ريدا غوية شدا اي 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 سريده. علاش اخي سائدك تهاجم ايمان. سي اتمنى البصراوي ايمان واصلي عمال لك العمل جالك انتي فتت شجعة وقوية وذكية تحييتي الامرأة المغربية. سي حسان صفراوي تبارك الله لك ايمان واصلي. شكرا بزاف التعليقات ديالكم. وتشاركوا معنا اصدقائنا الاراء بحكم انهم انا اه سي محمد مفتاح اللي تبارك الله عنده اه ما يقول في تحليل التحليل الريادي وزميل الصحفيي. لذلك تنقشوا معنا باش ان شاء الله تكون حلقة رائعة ونكونوا خفاف على القلوب ديالكم. اسور وشيد ميموني آخيرا جمهور لديد اعترف ان مشكل في الفريق ضائف ما شف بالقشور أنا بغيت لكم أن أتخذي لك سي محمد مفتاح ولكن من بعد ما نرجعه من الفصل وساعة الثانية في ستوديوهات شادا اف ايم وراجع لكم مستمعينا مستمعاتنا ورجع لكم دائما مستمعينا مستمعاتنا في حصة جديدة من برنامجكم البطولة لشادا اف ايم الوحدة ثلاثة ودائما ايمان بوريل ادريسي مرفقكم في التقديم ومعايا المحلل الرياضي والزميل الصحفي محمد مفتاح ولكن قبل ما مشينا عنده غادي نقرأ باش ما يتقلقوش ليا الاصدقاء عبر اليوتيوب بعد التعليقات ديالكم اللي كتصب دائما يعني في البطولة الوطنية سيم هدي سقلي سلام تحية ايمان السؤال حول موائد عصبة ابطال افريقيا ومعايا المستطفى الرجاء والجيش غادي نعطيك بعض المعلومات من دبشوية سيم هدي سقلي علي الطالبي الله يديك السيطالبي حالا كنديرو ذاك شي اللي كنعرفو لي وصافي شوية شوية وصافي سي عاديل بن عبود للا ايمان برافو كنتوني وبرزنتي ونغابلما لفام ماروكين سالة محاش فخردين اي مونير تحياليك سي عاديل بن عبود شاء الله غاديكون معكم غدا بإذن الله صديق مونير اوبري يا سي سايد سلام عليكم يا أخي سي سايد يا أخي سي بس أنا ما بقى شوف أنا خليس قرار ما عمقاش ننقرأ يعني التعليقات السلبية لأنه كل واحد كي عبر على النفس ديالو دونك أنا ما كايش لاش جمي كاس لاتت مع بعض الأشخاص سي عاديل بن عبود برافو زيت امبيسيوس كنتوني سي رحمة البطولة تتأدب مع التحكيم من دبشوية غاديكون معنا سي محمد الموجه الخبير ديال التحكيم اللي غادي يعطينا العراء ديالو بحكمي يعني هادي 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 تسجل لكينا حاليا يعني للتحكيم المغربي واش فقط تحكيم المغربي اللي عنده مسؤولية كبيرة في الكورة الوطنية المغربية ولكنين بعض الأشخاص وبعض الجهات اللي تاهم خاصهم يتكلموا اليهم الجماهير على أين نرجع لمحمد ميفتاح محمد ميفتاح دائما أنا فش نكون في صنبوغسانفغ في البرنامج كنقول أنا كندوز المعقول ميفتاح نتكلم على الأخبار النشوية ديالو يمكن نمشي البوطنة الوطنية كنقول ده بدواء المعقول يلبس صح والمشاكي يلبس صح عادي ماشي معاك الاولى المقابلات اللي غادي نتكلموا لها هي اللي جمعات ما بين الفتح الرباطي ووليبيك اسفي والفوز ديال الفتح الرباطي ثلاثة الصفر من بعد الرجوع كنت نظن التوازن ديال الفتح الرباطي بقيادة ساي تشيبة لا هو بأمانة لأن هذا حتى فريق أولمبيك أسفر المستوى دياله تراجع نوع لما لأن الفريق حتى في المباريات اللي لعب داخل القواعد وداخل الميدان دياله ما حققش نتعيج إيجابية عكس فريق الفتح الرباطي اللي يمكن نقول أنه حتى المبارا اللي لعب أمم نظل بركاني وشفنا المستوى اللي قدم الفوز يالو المبارا ديالو الكبير اللي لعب أمم الجيش الملكي والهزيمة بواحد الصفر مع طرد اللاعب ديال الفتح الرباطي فأعطيتنا أنه هو فريق الفتح فريق اللي غادي القاوم معه العديد من الفارق مشاكل علاش أنه فريق كتبين عنده عنده فلسفة عنده طريقة اللعب ديالشيبة وحنا كنعرفوا شيبة من المدربين والأطر الوطنية الشابة اللي جايب هو صراحة وكيبيا أنه كين خدمة فريق أولمبيك أسفي كيف قلت المستوى ديالو غير قارباتا تنهد الموسم هذا وكن أعتقد أنه أخي الأخبار كتقول بأنه حتى أمينك المرض حط الاستقارة ديالو سفري يوم أم ساعة وهذا كيديم بأنه كين شي حاجة مشي يديك لأنه ما كتكونش عندك رؤيا احنا كنتكلموا علي ديالو فريق يعني تقريبا اللي كنتكلم على المستوى ديالو العام كتشوف بأنه صورة مواضحة للزماهير المكتب لا وكنه واحد ما عارف الطريقة كيفاش بغي يمشي هد النادي هدا رغم أنه كانت عنده مشاكل مادية ولكن راه المستوى ولكتوجه ولكن دائما يعني دائما كنا كنشاهدو ذاك هذيك المقابلات اللي كان كي يجريهم يعني أولمبيك أسفي فرغم يعني كيكون في أزماء ولكن يكون يلا غير يعني الطاقم ديالو التقني ولكن كتشوفو كيظهر مع الرجا مع الويداد مع الجيش كتشاهدو ولكن هاد الموسم هذا مع أمي الكرما وكينين بزاف ديالأمور اللي كيتكلمو لالتعليقات اللي كان كيدير أمي الكرما يعني من بعد المقابلات هيلي هيلي إخلات يعني هاد المعرفش نقول الإقالة والاستقالة ما عنديش يعني المعلومة بالضبط ولكن هاد شيلي كيجر الفريق الأشيئ سلبية ده بإيمان أنا كنقولها دائما أن المدرب لما كتجي الندو الصحفي اللي كتكون من بعد المباراة راح ملا مفروض عليك تكلم معي كيفاش لعبتي كيفاش بطبرتي المباراة كيفاش الخصم قدر أنا وينتصر لك سالينا ما تبقاش تكلم معي للهوامش قالوا لي يا الجمهور غوة هالزولة فيتا آآ لا هاد شي ما في شغلك هاد شي مش يدورك انت انت كمدرب تكلم معي على المستوى التقني والأداء دي اللاعبين اليوم متى أولمبيك أس في رأس سبعة دي المباراة تنتصر أربعة ثلاثة خارج القواعد وتعادل مباراة واحدة وخسر آآ جوج فملي كي بلك هاد النتائج هدي في العادي من سبعات المباراة عندك سبعة دي النقاط حلا عندك نقطة في كل مباراة كدمرنا ان هورا مؤشر مكي بينا نوكي نخلال مع وهادك الخلال مع مكي خلكس انك انت تزيد تكبر البوليميك دي لانا هون وانتكلم مع ناس آخرين منتخسك تنكبر العمل دي اللي الفرقة ديالك كيف تخرج من الدوامة اللي فيها الفارق ديالك هذا هو دورك اما يلا دخلتي مع الجماهير ولا مع اي واحد فراع صدقني نتلي خاسر لانا نتلي التركيز دي اللي العمل ديالك غيقل حتي ممكنش انت غد قابل الناس ولا غد قابل الخدمة ولا غد قابل اللاعبين وهدو كل اللاعبين منين اصلا را عائلاتهم كين انتم مفأس فيه را عائلاتهم را هو متهم وإلا كانش واحد من هدوك الناس اللي انتكدوا عليهم طبيعي غايت اكثر ما غايتكش دك شي اللي بغيتي وبدالك هي منظومة هي راوح الحلقة دايرة انت جيت الى ذاك الفارق وطبعا كانت البداية ديالك معاهم فنجي نخدم ونوقت لغيت كل ممائلة النتائج ولا شخص ونقول المقدمة الممكن تخبروا علي ايانا كان وجد كان نتحمل مسؤولية هناغا يعني كتخلي دائما انت اللي كتتحمل مملي كتولي كترمي باللوم على اشياء اخرى ولا كتولي تجاوب مع الجمهور ولا هادوك كتخرج على النطاق ديال المستطيل الأخضر فقط اه سيفغي سوي سيفغي عندك الحق انا بغيت نمشي مأكري بسرعة باش نمشيوا لبقية المقابلة لانو زاف اللي كي يسألوا المقابلة ديال الويداد والنادي المكناسي غير هو الفتح الريباطي بداع الموسم ديالو تغيير ديال المدرب يعني كيف شاهدوا الجميع اه نتائج كانت متدبدي بود وش بلك يعني اه شي بلقة التوليفة المناسبة اللي غادي لانوز دو ديالباغ اللي غادي يكمل بيهم يعني الموسم حت هدي الحلقة لبعض المدربين حاليا كيعنيوا بها في البطورة الوطنية فهدس بعدي للدوارات لا شو الفتح الريباطي لحد السعار بقي ما وقع انه عنده تقريب من رصيد ديالو ولا ما اعتقد لحد عشر نقطة ولكن بقي ما لقاش داته طبعا كما كان قوله كي يلقوا مع الفرق الكبرى مشاكل ولكن من سوشاني فريق الفتح رمال الفرق اللي لعب الفرق اللي كنقوله اه كلاسيكي وكتبحت علاقات مبكرة لما بركة لما الجيش لما راجة ولكن لعبتي مع الفرق كبير اللي صعب جدا انك ختنتصر لها تلاتة مثلا هم كي يبحتول اللقب وانتي يالله كتوجد فالمباريات ما عوناتوش ملعتيش مع الفرق اللي تايكة تبريبطار يالله كتوجد كتحاول تبقى في كما كتقوله في مراكز ديال الامان ما تلقاش مشاكل بانها تلعب على المغادرة ديال القسمة الأول وبذلك كتبان غير انه كين عالم ديالفارق اللي غي كين تطور لانه كتبان كين رؤياه والجاميل انه هو فريق الفتح ريباطي ما اللي صارت الوحيدة كان اعتقد في المغرب اللي كي يصبروه على المدرد كتجي كتحط معهم واحد البروحي كيخليه كتخدم ما كيكونش عليك ذاك الضغط ما كيش ذاك الضغط الى ذلك ما كيش تضغط الزامة هاري كنظن انه سعيد شيبة بإمكانه انه يعطي الفتح الافضل وغنشوفوه افضل ثروته وغنشوفوه فريق اخر وبناء على ذاك الشي اللي كنشوفوه الآن لان الفارق الفتح ريباطي تغير بزاك الامور في الفارق وبذلك ممكن شوفوه كيف قلش سروته على اينا دي كانت مقابلة اللي كانت جمعات الفتح الريباطي وولمبيك اسفيو بالفوز دي الفتح الريباطي ويعادة دي التوازن دياله في هاد المقابلة غادي نمشيو المقابلة اخرى اللي بزاف ديليكم متخكي سألو اعابي الصغراء هي اللي كانت المقابلة دي القمة يوم امس ما بين الوذاذ الرياضي والنادي المكناسي والتفوق دي النادي المكناسي بجوجل صفر امام الوذاذ الرياضي لك التعليق اه بيسوك شاهدتي المقابلة كانوا فيها ثلاثة ديالي اي اه شنو شنو كالك تقول لنا واسي محمد مفتاح لا لا تحليل ديالك لهاد المقابلة هايدي شو بامانة ايمان لانه انا تكلم في المضوع بنتو دي فارق الوذاذ الرياضي ممكن انا من هادل كنت نتمنى انه هاد دورة هاد دورة السابعة تبين لنشوف معالم دي الفارق الوذاذ الرياضي اه هاد غنجي نتكلم على النادي المثل ولكن لحد الساعة بلي ان موكوينة مازال كيجرب ومن تنشي ان اني ننصل لمباراة السابعة ومازال كنجرب على الاقل كتب لي الملامح معالم بارح متانان كنشوف بانه اه الاضهيرة ما كينيش غريبة جبا اني لف فارق الوذاذ ما عنديش اضهائعة ناسيك غالث موفيت غيب محروس غندي فليمان غير جعلية يولي مدافع مدافعة. الكلفة ديال موكوينة كتباليك صعيبة لان خرسك تكون هادش يجربتيش هال هادي كتجرب التداريب وغادي جيت عطيني انا الوجد. يعني ما محتاش انني مبقادة دا كنت تفرج فكونا وتكتجرب. وكنتكلم على فاريق الويداد ولو انه غرام اللي كنتكلم عن الويداد دا دا راه وخار فاريق الويداد كما كنقولو كيجربو كي. ولكن راه عنده حداشر نقطة بينه وبينه وثلاثر بين النقاط. غير بحسن حدو انه موكوينة جا القفاريق عنده قاعدة جماهيرية رائعة جدا وكتدفع باللاعبين يمتاثرون. وهي اللي كتساعده ان الارضية ميدان. ولكن مستوى مازا ما كنسا. وفي الارضية مستوى الفاريق الويداد. ده بزاف اللي كيسول و بزاف اللي كيهضار و بزاف اللي كيسول من بعض الالي دي رجماهي اللي كيقولو كواش كتر تغييرات في المقابلة. هي كتعتبر يعني نقطة سوداء داخل الويداد حاليا. حس بعد المقابلات ما كتشوفش تشكيله ولا ولا الفاريق الويداد. ريادي او مو يكونوا غيب عن تغييرات اليقلال. اليقلال جدا. الشي رب غيتين زمان نكون معك صارح. مم تفضل. وزماء هاده رأيي و الجماعة الويدادية لها رأيها. كان قول بان مو كوينا ملقاش اللاعبين اللي كيبغي هو اللي باغي يدير بهم هو الطريقة دياله في الويداد. وكان قول بان الانتدابات مش هو اللي جابهم. يالله بغيت نقول لك رأه هو اللي جاب الانتدابات. اه بطلال دائمة. يالله بغيت نقول لك جابهم غي سهل علي على الاقل توظيف ديالهم. اليوم مو كوينا هادوك اللاعبين اللي جاب. يالله هو كيقلب على طريقة كيفاش يوضفهم بطريقة لعبهم. مش يتبلعبه هو. لانا ميمكنش اناني اللعب كيف قلت سبعة المباريات. وما زال كنقلب. اعطيني مثلا هادوك اللاعبين اللي في الويداد كين فيهم الامان. بس تناء حركاز. حركاز اعم. ديراني مازال المستوى دياله. وما كيش. مرموك بعض المرات. ما كيش. اللي كتشوف المستوى ديال الويداد. اعطيني مثلا اعطيني لاعب للارتكاز اللي في مليو الديران عند الويداد كين باب. ما كينش. ما كون هاد لاعب. اللي كان مثلا كبير ذاك الدور جبران. ما كينش. لا ابتي محروس ما اعطاكش. يعني. وهنا كنت رح تساؤلات. علش لاعبين كانوا كيعونوا الفرقة مشاو. سرغات مثلا ركي العم زيان ده بمع الفتح. علش انا ما غنخليش مثلا حيمود. غاد قول لي دار مد. انا مش غريش. لا الاملود اموان. الاملود. لا انا هادوك يمكن نقول انه بغاوي غيره. معا نقول انا اللي جيتي للمنطق. راح دور اللو اللي كان خصد الادارة دي الويداد. على الاقل تخلي واحد العمود في قارين ثلاثة اللاعبين. كتي تخلي اعلى الاقل شانا غنجيب لعب مليار. ونخلي جبران بمليار. غنجيب لعب تمليار. غنجيب لعب تمليار. غنجيب لعب تمليار. وغادير ربح لاعبين. غي سهلوا على اللي دوكليجيين انه ميدخلوا معايا. فترانو المشي. غير الاسمحتي يا سي محمد مفتاح. سمح لي قطعتك. من ذكرتي المليو دو تيران شفنا المقابلة اللي كنجرها المهدي مبارك. الاسباقتي وذكرتي. قدم مقابلة اللي جيدة. السؤال اللي كتطرح. علاش هاد اللاعب ما خلتيش. ما تشكي لا كان شوفوه فالباندوتوش. والعديد دي اللاعبين اللي كانوا فالباندوتوش. اللي كي يستحقو تاو ما يكونوا فالعنص دو دربا. هنا السؤال من ذكرتي لا. يا نغمال من. تكلمتي على الركائز اللي كانوا مشاو. كنت تكلموا على جبران. مي كانت. اللي بعض الجماهير كانت منوضة. الطاجيج. دي اللي انه خصو ما يبقاش. كذلك مي كانت تكلم على الحسوني. أنا مشي معك بعيد. يعني. التشكيل اللي كانت. كاتل أفلات شمبيونس ليك. مي كانت تكلم على الحسوني. كتتكلم على جبران. كتتكلم على مام الحارس. مي كانت تكلم على التقناوتي. مي كانت. هوا عندك دابكين. الحارس الحالي دابدينا دي الوذاري. ولكن. الاغلاط. اللي كتكلف فريق الوذار الريادي. واتشي اللي شفناه. مي كانت تشوف. نرجع معك. أنا المقابلة. دكشي اللي اشترك دي الاغتخنزيسون. هو دي ال. جوش دي دي درابات الجزاء. يوم أمس. اللي كنت تقدر تفاداهم. الأولى. دي اللاعب محروس. كيفاش انتشفتي هالجوش دي 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 درابات الجزاء. اللي كان. فريق الوذاري واحد العهد. كيتفادا درابات الجزاء. وماكتيش كتلقى يعني. كتلقى أغلاط. ونيفو دي الله ديفانس. اللي كيعطيوا واحد. المشاكل كبيرة. اللي كتقدر تكلف الفريق. ترى بوين. وانترى محتاجة لدى ترى بوين دا با. مالكورديم. بابتكلمت لي على على مثال مبارك. مكوناه باغي لاعب. مبارك مزيان. ولكن راه ماي. ما كيتماشاش لي مع. مع السيستام اللي باغي هو. سيستام باغي هو. لان. عليش. عليش دي الويداد. ويدرد ادراف بسبعات المباراة يتوقي لا رسبعات يل. ضربات الجزاء. ام. راه مع مراقعة دي الويداد. والا. هاتش انا اتكلمت عليهم. ولكن علاش. لان الفكر دي الموكوناه هو. من الخلف الكورة كترجع. لورك نجرى المهاجمين. ونطلع البلوك دي الخصن. باش ندل الهجمة العكسية تكون بسرعة. او مش نسجل عليك. فقس نجيب كورة عند الحارف دي اللي مرنا. انت عندك لعيدين يوم اللي انت باغي تخدم ديهم هالدور. ما قاعد دينش. واش ده ده الكورة عندي انا. انا قداني مثلا موطيع. وابتبالي يوم محروس مثلا جي عنده مواجد. ام. حوض ما نعطيها الموطيع. يدجاج الكورة. مرشع نوغمال. والحي يتصدع كما كنقوله بلغة الكورة. ماش كان يتشتيرها. الكورة اللي جي عندي هبط راسل. والصورة اللي بقى عندي ارا محروس القدام. ماش شفتينيش كون جي عنده. ام. اذا هنا كنقول لك الجودة دي اللاعبين في الويدات تناقش. اللاعبين اللي كيني في الويدات تناقش. اللاعبين اللاعبين. ويناقش الموطة اللاعبين اللاعبين اللاعبين. محروس القدام. مو كوين اليوم صدقيني ارا. انا نتمنى انه نجح صراحة ولا مع انه يبقا وزين. ولكن ارى يجي واحد الوقت للاسول فيه غيقولك ودي انا هدو كل اللاعبين. رأس اللاعبين بيهم. رأس ما كتبيهم. رأس ما يمشيوش معي. رأس ما ننقبل بي ام. و لكن انا رأس نقطة اللاعبين و قلت بزار. يبدو بزار. وشفنا على كونفرانس دي بريس اللي كان بجاني بدياله هشام ايتمنى ويقول لك را هاد المدريب هو اللي غادي يشرف على هاد النقطة انا قضا نتافق معك فعا لانه سيفغي بعد سبعة دي الدورات كيبان لك لانه الويداد اه وهاد اللاعبين هادو ممساجمينش مع المدريب هاد شي كيبان هاد النقطة هدي اللي بغيت نتكلم لها فيها هو المشكلة اللي اللغة ولكن محمد مفتاحك يقولي يشام غا ناخده فاصل وغا نعوده نرجعه نكمله معك ودائما مواصلين معكم مستمعين مستمعاتنا في حصتكم اليوم من برنامج البطولة من الوحدة الثلاثة ودائما مع المحلل الرياضي محمد مفتاح الزميل وصديق بقي معالى محمد ياك مرحبا يا الله فين خلينا هو سؤالي كان اه تكلمتي حني كي قلتي انه موكوينة كان قيل سدائت منا ولي جاب العيدي لا ما خليناش هنا لا انتشتوا انتو ما خليناش هنا من غير هادي انا قلت لكم تافقة معاك انه كان في الكوفيرونس دو بخيس وشاهدنا لانه يقول كي قلت من طرف موكوينة يجب ان تخبروا شيء واحد قبل ولكن هاد الكمية اللي جات في الاخر كل شي كيقول من طرف موكوينة ورئيس هو اللي اللي كيتكلم على هاد القادية هادي خير هو السؤال اللي كيتسترح والمشكل ذاب اللي واقع ذابه في الويداد هو ذاك تواصل بتدخل الفكرة او الافكار دي الموكوينة بحكم انه كيتكلم بالانجليزية ما كتوصلش للفكرة اللي خاسها توصل اللايبين دوك دائما احنا كنا كنتكلمو كنقولو را اللوغة را عائق كبير لبعض الفورق الوطنية سوكتو فاش كيكون مو دري بجالك يهدر واحد اللوغة اللي لايبين بتدخ ما كيفة مواش دوك خاسو ضروري ادجوان مغريبي اللي خاسو يكون ف ف ف يعني ف ف ف يعني ف ف دوكة الماهم يعني ف ف ال ف ف طف انتا كيفاش كتشوف هاد النقطة هادي كيف تشوف انا كنقولها ايمان دبا المشكلة عند الموكوينة ماشي قاديش اما هاد اللاعبين ماشي اللاعبين ماشي اللاعبين ولا ما مكعصوش يلاعبو ولا الفكرة ما كدوش صدقيني ان هاد المشكلة اللغة كانت تفق ماك واحد نسبة دير من قدر نقولك 40% ما تبقى لنا الكورة معروفة اختي ايمان اشكالية فيك هنا طريقة اللي بغينا دبا موكوينة لا عندوش لاعبين تكنيك مون زيان خص يكون عندك لعاب كما كنقولو حريفة رقيقي عبشني رقيقي شد الكورة عند الكورة جاية عندك انتا عارف لما لغة تعطيها ويلا بانوليك حاذك ما كنقولو كل واحد حدا واحد خاص تكون عندك القدرة انك تبريب لدك لقدامك وتفتح الراسة في انتعطيك هو هادشي ما كنينش في الويداد كنين اللاعبين عاديين راه لا يعقل انه مثلا نادي المكناسي بارح انتصروا على الويداد علاج ميمكنش ان اللاعبين دي الكورين يقدرو يديروا الضغط العالي على اللاعبين دي الويداد فكاري دي الويداد هادشي شنو بنسبة لي انا راه ميمكنش راه ميمكنش مكندخلش في عقل ميمكنك اللاعبين الامكانيات دي لهم محدودة ولكن فين تلقى هاد اللاعبين هادو هاد اللاعبين هادو هاد اللاعبين اللي شيت انتو بالسلم غتبعدو الكورات طوية غتشب كورات اللاعبين البعيب لا اخر لي ايه لا اخر لي احطيك الكورة للقدام صدقين غير يربع يقدرو يربحوه ومسيئة بقيب تنريبات العرضية لذيك يجب اكزاكتو مو هاتشيبكي تيكي تاكا ولا هاتك منافعاش مع هاد القابة و هادك الرسم التاكتيكي دي المكوينة سيفخي دو كل عرضيات بديت مفيها بس مرة مرة سيفخي اذا انت جيد مدريب وحد العقب اللي تيكي تاكا وجيد لها يدي خاصتك تضرب كورة تجد طوال ورا مين كينش راح نشيك يقولك إدارة تقنية راح لديمه سيير راح لي الأساف كيدي بكشيني قل له دماغو عالده به هاد موكوينة واش تنكي عرف ماتلا اه مرموق ولا الديراني ولا ماذا ألقاهو ألقاه هاد عالده كيني باش وضفيني باش انت بغيت تبيلي بان عدين كما كنقوله الرقيقية جاتي وحد البرازيلين جوجلتي وحد ميان وقلت لي هانا عندي رقيقية لا ولكن هاده هاده الرقيقية هاده اللي قلتي هاده الرقيقية اللي قلتي واش غيتماشيهم عن البطولة حيث دبا ميك نشاهدو مكوينة رانتا العقلية دياله ومت ماشتش مع البطولة اللي لحتيها يعني تال لايبين باقي مكيبانش لك هادوك نسيجام وذوك اله ماشي نقولو ذاك الماشي الخبط الكوراوي ولكن ذاك ال ذاك اللمسة ديالتا مغريبيت اللي كنا كنشاهدوها في فريق الويداد الرياضي ميكي خرج على الاكستيريور دايخشتناها في تشمبيونس ليغ ورا ماشي غير هاكك توج فريق الويداد الرياضي بلاي تشمبيونس ليك كاملين هادو اللي خدا راه كانت واحد الحرفة واحد اللي تكنيسيا اللي يعونوا بزاف الفاريخ فحل دبال ماتش ديالبارح كيلي كيقولك ارضية الملعب مزادتش اللائبين اه يعني ولو كي تحطو اه شي اسباب اللي ممكنش تناقش معهم على فريق الويداد الرياضي لا دبال ايمان دبال كودة من اذين كناسي شنو اللي كان البارح لعلامة الفارقة بينهم وبالويداد وانهم كيش تدو الكوره هما كلية اربعة ضربات كتبقية وحدها موضعية ما كيرقوش يعطلو فيها ما كيش لش متى باريت بنيه متى باريت بنيه سنور ما وغتتعطن ما عندكش اول الله يبين ليك سراع كي بديو الكورة بسوعة عندي من هو الاسال انا كنقوليك البارسة ما كيش ما افضل من البارسة في تيكي تاكا وجاء مدرب قلي ماندي من دير بديو فكرة لطا يتذكر هالناس غتتفرجوا كمان ديوالو ولعبنا الباهيان ونتصد بالكورة الطوال طوالة هذه البارسة على العلم اللخر دي الدقة دقة اذا ما فيها باش انا خسنين عرف اش ما بغيش بعدها انا ما يمكنش نيجي بمدرب بوحد الفلسفة وعندي لعيبي بوحد الفلسفة وبغي نوصل اذا لا يمكن اذا اليوم محتاجين واحد سيلة تواصل ما بين اللاعبين والمدربين هاذك سيلة تواصل هي اللي غتقدر تعطي اللي ويداد شنو باغي راهي لا بقى موكوينة بها الطريقة دي انه كيف يفكر ابني من الخلف والكورات كما نقولوا تمشين ما بين اللاعبين انا غايوصلش لانه عندك مهاجن ما عندوش فرجلوك كما قولوا ما يشيك قادر انه ينمينيك واحد وجوجو بشي المرمى خاصة الكورات العرضية انت ما عندك توحد كين مرر اعطيني تمرير عرضية كانت فهد المباراة لمن ليمن ولا من ليسا ولا واحدة وكبش بنيت انت ميانج يسجل لك ما يطورش ميانج يخرج ويجيب الكورة مثال من وراء الكاري ومشي ويدخل ويدريب لي ويسجل ما ممكنش اذا خصك بتتجكون عندك اضيغ راه موكوينة قالي انه في طريحة جاله اليوم امس قال انه كانت تحمل مسؤولية ولكن الى اين الى اين هدا السؤال كيتطاع اسمعات جال الماتشات انا بغيت غير خلاصة محمد ميتح حيث باقين عندي المقابلات باش نتكلمو اليوم غير خلاصة لهد المقابلة ما نقصوش النادي المكناسي اللي قدموا مقابلة جيدة بوجود عناصر اللي عندها تجربة كبيرة ميكنتك المؤلمة هدي قراص دونك تهوما رقدموا مقابلة جيدة امام فريق الويداد الرياضي رغم الويداد ما كانش يعني ما كانش بديك القوة دياله لا ده بقى انا شنو قلت لك انا النادي المكناسي في الاول قلت لك يستحقوا الانتصار وفريق اللي ما 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 قلبش بزات علاش يدنا وجه عارف اشنو غايدير عرف الويداد فين عند المشكيلة اللي اضغطي الاس انتفاع ما تطلعش الكورة غايتش قا تقلب انتا بالنسبالك عنده ماذاك اللي عدي بلاعي موتا قلقوهم ذيان وبشو قلبوه على الهاي فواتوا استحقوا الانتصار انا كنقول عنا قللنا بالنادي المكناثي بالأكس غير نحنال اليوم كان ناقش مثلاً فرق اللي كتقلب على موطئ قدم في البطولة أمام الراجة والويداد والجلس لأن هاد المباريات كي عصاب روض المسبلين فيترينا كي يجي كي يحطين مية فهمية من المباريات العادية هي اللي بغي نشوف يا أنا النادي المكناسي النادي المكناسي راها مستوى را اللي جينا نتكلموا لتاريخ والأرشيف ديال و راكي تلا في منافسات القارية وقدموا مباريات كبيرة النادي المكناسي على طلاعي بيكبه ولات النادي المكناسي نازل نتكلم عليه من اللي يحط يخلي رجليه تلقص موطني الأول وتمنى أنه مواصل مسير مع عبد حيث المسلطان اللي كبان عنده فكر وغيت ما جامعه وتمنى أن الجمهور النادي المكناسي يخليه ويدا عمل فارق قدير وإنه واحد الجمهور وإنه واحد القاعدة جامعري كتعشق كورة القاعدة مرامو في تلقص موطني الثاني وكان عدد كبير كيدخل إذن كنقللو وشنورو كنقولو بلاذين كناسي الله بالعكس الصحر غير كنتكلمو على سلسفة موكوينة كنت أعتقل أنه عجنو خاص أنه اليوم يكون واحد الخط أو خط تواصل ما بين موكوينة ما بين لاعبين بش يفهموه لأنه هالفكر اللي يمكن أنهم ينتصروا به إذنه غتبقوا بها طريقة أي فارق غي يضغط عليك ويمشي يسجل وحقق المبتعة إنسو خطو الفارق الويداد الرياضي اللي غادي يواجه النهضة البركانية يوم السبت ونهضة البركانية وأدرك النهضة البركانية اللي كتحقق نتائج إيجابية في هاد يعني الدورات الأخيرة غير واحد القاعدة باش نختم دي هاد القاعدة دي النابين كناسي والويداد والله إلا ما زال كنت سأل لدك الهدف اللي ترفض للويداد شنوش تبديرو لأنما يجي تسلوش كل يبيني تسلوش وأصلاً مشكلة كبيرة محمد مفتاح مشكلة كبيرة من اللي كان يغالي كينين إذا يغمي شوف ما يبقى شوفك الحال أنا أنا واحد شوية ده بغا ننتهي معك من المقابلات وغادي نعي تلسي محمد المجرخبير ديال التحكيم ديالنا وغادي يعطينا شنو المشكلة اللي واقع يعني آآ للأسف وهذا من تكرت يعني هذيك القضية ديال هذيك البينالتي وكني بزاف ديال الأخطاء ديال التحكيمية والمشكل لأنه لكاميغا ما كيساعدوش بعض الحكام لأنه هم ياخدو القرار الصحيح نقدر نكون غالطة نقدر نكون لديك صحيح لا دبا بالله عليك لك نحن كمنظومة ولك مثلا العصبة الحترفية شنو الضر ديالي إلا ما كانت ختوفر لي أنا ما نتوجه من السوا شنو الضر ديال العصبة الحترفية لما كتوجهش مثلا إمكانيات مادي للأسراقي شنو أنا نقال أهل هذا ونقلب على الحل هذا ونقصه لليتيج أنا أنا مش هالدور ديالي هو هذا أنا الدور ديالي كيفاش نوصل لأحد المستوية اللي قبل المنتوج الكوراوي ميمكنش إحنا المنتخبات غاديين فوادوا البطولة ديالي أنا عشرة بالنسبة لي رئيسة الكورا المغربي ديالي إلا اليوم من المصرود على أنه من المصرود أخت إيمان أنه يتشي كما هضروا عليه والله لا بيحرق علاش حتي ميمكنش أن الناس كل شي كيتكلم على المغرية بغيين نظم كأس إفريقية كأس العلام من المنتخب ديالي هو موصل لها بلالة من الأولى ميضالية وباللي كانت يشوفوا منتوجه البلاد وكان لقوه كل المشاكي وميمكنش ميمكنش ولكن خلال ما مذكر شي وإذن هاد المنتوج مك يعنيناش وراء هاد القديم ديال البطولة في جيه والمنتخبات في جيه هي اللي بدت خضير هاد المشاكي اللي كان رباش نمشي معك بسرعة محمد مفتاح بغيت تعليق ديالك للمقابلة لجمعات نهضة البركانية بشباب السوالم كانت نتيجة متوقعة ولا كنا نقدروا نشوفوا المفاجأة كذلك ديالشباب السوالم أمام نهضة البركانية بكل أمان ازهنا المباراة ما ما تفرش في اللي نجاة مع المباراة ديالدوري الأبطال صراحة وشتنو الخص وسمعت لالارضوال الحيمر شنو قال المدرس ديالسوالم مباراة ثلاث وقت سفر لنهضة البركانية من الهدف ديال علي التاحيف هذاك الهدف الوحيد اللي كان وسمعت بأنه الحيمر قال لي قود ديالها كان خطأ قبل الهدف ما عرفت شلاش مرجعوش ليه وقال لي كون إحنا اللي سجلنا واش كانوا ويرجعو لذلك الخطأ قول اللي واذا بنسبة لي تساؤلت تسويلي عليها شل محمد لمرجحة تود السويت كان قول بصراحة أنه لما كتشوف المستوى وأن النتيجة دي الواحد السفر وانا شفت كان حاول نشوف الملخصات من اللي كانت سالي المبارك شفت الملخص كيبان بأنه الشباب رادي السوالم من الفرق اللي ولات عنده هوية ولات عنده طريقة حانت أنا كنقول مثلا شي المحمدي يجول عبو مبارك لعمر أمام يجول عبو مبارك لعمر أمام الويداد ولكن مستوى عالي أمام الماض شباب السوالم جاء ونتنصروا على الراجع ولكن نفس المستوى قدموه أمام نهضة البركانية باللاعبين بالكبار لعد نهضة البركانية إذن بالنسبة ليا شباب رادي السوالم يكون معادلة صحبة في البطولة إذا بقى غادي بهذا الإيقاع وبهذا الريتن وكذلك كان قول بأنه نهضة البركانية هذا الموسم هذا إلا ما قدرش أنه يدي البطولة ففتقيني أنه صعب جدا يدي البطولة مستقبلا مستقبلا بالفعل فاتر سلاة والفارق الجاهز بالفعل لا يندوش إبشي مشاكل مادية استقرار هادي استقرار اللي فيه هنهضة البركانية وما كانت تكلموا فريق الجيش الملاكي والفتحة الريباطي وكذلك التوارقة كانش عند بزاف دي الفورق هلاف الدار البيضاء وما كانش هذك الاستقرار اللي كان عندهم دونك كما سبغتي وذكرتي لمدتش هنهضة البركانية إذا يخشفنا كيفاش تدبدو بديل النتائج جالها منذ الموسم الماضي كيفاش يعني راتات لكوب دافخي كو الكونفيدرية الافراقية هو مي كانت شوف مهضة البركانية كأس الكونفيدرية الافراقية لا علاقة لها مع البطول الوطنية على أيين كانت مننا نحنا توفيق الجميع يعني الفورق الوطنية باش يعطيونا واحد ترويج البطولة وما يبقوا شغيجوج اللي كيتنافسوا للمراكيز الأولى غمشيوا بسرعة الهزيمة المفاجئة لالتحاط طنجة يتواحد ما كان كيتوقعها أمام نهضة زمامرة بطبيعة الحالة لأن فريق تحاط طنجة أنا قلتها قلتها يمكن المباريات اللي قدموا والمستوى اللي قدموا في بداية البطولة رغي يرجع عليه مستقبلا لأن كنعرفوا أنه اللائحة محدودة الإمكانيات اللي كنا في تحاط طنجة ما كتعوش يلا جاء رئيس جديد كنظر أنه كان جزي لذات يعني بساف الأمور لا وصعيبة جدا لأن دباط طنجة اللي كتشوفيها لعبوه نهار الحد مع آسي وجيش يلعبتين نهار الأربع ما ما عارفت زعم والله ما عارفت المنطق ديال الكورة كدير فالحلال العديد لأنه غتلعب الزمامرة نهار الجمعة والزمامرة غي يقلثوا من الجمعة والسبت والحد وجيت لعبتها طنجة نهار الحد ويرجعوا طنجة من آسي ويمشي ويمشي يلعبوه في تيطوان طبعا والله البرمجة مسهنتها ماعم لا ما من يكون صديد الممتق هذا ما شوف من بغيت يتقدر ما نقدم تشيجي هذا هو مشكل والشي لغنبقو في ما نضنش لأنه كينش حاجة زمام من المستقبال والله وعلم أنا دائما كنكون متفائلة شكرا لك سي محمد مفتاح لقبول الدعوات جالك ودائما كتكون حاضر ناظر مرحبا سي الهرز العين شكرا لك شكرا لك لتحليلات ديالك القيمة وإن شاء الله ما غديش تكون آخر مره معنا محمد مفتاح وقبل ما مشو الفاصر يا كهيشم معنا سي محمد الموجه واحد شوي ألأين غدي نأطيوكم مستمئين وهذه المرة غدي نشيو الفوطسل للطول إن شاء الله اللي غدي نخدم على سي محمد الموجه باش يعطينا رأي ديالو حول الدجة الكبيرة اللي واقعه في تحكيم المغربي ولي كومنتيق ديالكم كاملين أصدقائنا عبر اليوتيوب كيتكلمون التحكيم المغربي وهذا تسلول مننا وهذا اللي شل حكا ما حسب شعني هاد الهدف شبونس أنا المشاكي الكاملة ديالتحكيم المغربي خاص كما كان كيقول دائما صديق مني الأوبري لأنه خاص يتحيط كل شي من جدر إلا بغينا نبداو شي حاجة جديدة صفحة جديدة ماشي فقط غير في التحكيم في المسؤولين اللي كيجيوا وكيغرقوا الفراقي ديالهم بليليتيج مسؤولين ديالتحكيم ديببتتخ البلصة ديالهم ماشي هي التحكيم وكتجيوا كتلقى واحد اللي إنه باباسوني حيث أذكره مهنا روخا ما كتتتلش يعني الميهن زيما الشرط ديال الميهن أنه ما كينش وما كينش ولكن رتايا مهنة وما كتتعطاش لأي واحد إلا ما كنتش باسيوني بواحد الحاجة بلا ما تديرها غير بعيد إليها دونك كما سبقت وذكرت يتحيد كل شي من جدر إلا بغينا نبداو واحد صفحة اللي جديدة مسؤولين جداد بتحكيم جديد بادخ بلاعبين جديد جداد لي أنا ما غن أعطيوش اللومة لأنهم كي لعبو على قبل الفلوس ولكن كانوا كانوا لعبين لشحال هذي ما كانش ما كانش لقيتها ديالهم في الفلوس وكي لعبو على قبل التوني وكانين اللي للأسف ماتوا لصدرهم توني ديال الفرقة ديالهم وعطوا شئ الكثير الكورة الوطنية تحاجة ما كتجيب المادة أكثر ما كتكون بسرعة الفوثال لأحد المنتخب الوطني المغربي الفوثال بقيدة بطبيعة الحال هشام دقيق والمقابلة الويدية اللي غادي تجرى في خمسة نوفمبر في مدينة لافال الفرنسية ما كينش تغير كبير يعني أول ظهور المنتخب الوطني المغربي للفوثال من بعد لأكوب جماند اللي أحقق نقدر نقول هذا شي اللي معود نقلي يعني هشان تكي يقول ولي ده جال كم ما كن قوله ما كينش حاجة اللي كتير أو غريبة فنأطيكم مستمعين بسرعة اللي ست اللي غادي تكون إن شاء الله في هاد المقابلة الويدية مع متخب فرنسي اللي أول المشاركة ليه فلاكوب جماند اللي جا في المرتبة الرابعة واللي حقق نتائج إيجابية في الظهور الأول دياله فلاكوب جماند بومزو محمد كمال ياسين الصالحي عبد الله المعطوي ياسين الصالحي مت مت قولوش رأو لايب صبيح الفريق الرجال الرجال ولكن نفس مية جال اللي غادي كون مع المنتخب المغربي للفتسل كل طفيق الهيشام الدكيق واللائبين كنظن أنها مقابلة ودية مقابلة ودية ولكن غادي ناخدو فيها نقاط الكبيرة المستوى وش كي تغير المستوى دي المنتخب الوطني المغربي ويتصحو فيها بعض الأغلاط اللي كانوا فلاكوب جمود هيشام كيقولي يناخدو فاصل عدو نجع لكم مستمعين تحية لكم مستمعين مستمعاتنا وإحنا دائما نكملين حصة اليوم من برنامج البطولة من وحدة الثلاثة لشادة فم وهذا المرة هيشام معنا سي محمد المجاه الخبيرة التحكيمي أهلا بك أهلا وتعالى الأقص إيمان تحية لك وتحية لكل متابعي الأوفياء والضيف الكريم تحية لك مرة أخرى وشكرا لأنك قبلت تكون معنا في برنامج البطولة ومراته انترك والدارة سي مجاه الله يطول عمره ونتمنى السي محمد للسي بوليد نتمنى للشفاء العاجل إن شاء الله بحول الله شكرا لك تحية لك وشكرا وكيف العادة يعني إلا ما كان إلا كان هاد الجيل فكينين أجيال صابقة لأعطوا شيء الكثير وماشي فقط التحكيم في الكرة فأنا عايت لك لأنه كانين بزايف دي الرسائل وبزايف دي الجماهير أنا سؤالي الأول مخا كلاسيكي ولكن بغينا نعرفه شنو اللي واقع في التحكيم حاليا سين موجه شنو المشاكي اللي كيين هل هناك أزمة هل هناك أزمة تحكيم شخطوفة الدورات يعني الفراقي كتتتغول شفنا يعني بزاوج تفضل سين موجه تفضل أنا غي دابة غي دابة باش نقول لك دابة أنا قبل ما يعيط للهاتف دي الشهادة اف ام كنت كان تابع للقاء لدارت المديرية اليوم اللي نعاد نزلوه تقريبا هذي واحد لثلاثين دقيقة يالله فيدنا فيدنا باش نأكد لا باش نعطيك دابة الأزمة باش نزيد نكرس لك الأزمة شنو هي وعلى لسان المدير دي المديرية لأنها في الدورة السيدة بغير تقريبا غير بعض اللقطات اللي اللي تكلم عليهم ام لأن المديرية الجديدة مع المغربي ما كيناش وكما قلت ها أصبغ لي قلتها بمعنى ها هي فريق خسر ضرب الجازة ضرب الجازة التي وعينت ضد الحسنية ما كيناش ضرب الجازة معنى قرار خاطئ من الحكام ضرب الجازة التي وعينت للراجع ضد الجيس الملكي ما كيناش بمعنى هذا اقرار من صحاب الضار بأنه كان هناك خلال كان هناك أزمة ديال التحكيم كان أزمة ديال آداء ديال الحكام على أرضية الملعب بشأنه ما نحملوش المسؤولي للناس اللي كي يسيروا الشأن تحكيمي لأنه الناس ديري للخدمة ديالهم وجدوا الناس ولكن كي يعينوا حكام من كي سيفتهم الأرضية ديال الملعب هناك يوقع الخلال الأخت إيمان وبتالي هنا ليخسومهم يحاولوا يواكبوا هاد الخلال ويوقفوا عليه فين كاين واش عندنا خالص في تقيق مواد قانون لعبة واش عندنا خالص في تأويل ديال مواد قانون لعبة واش عندنا هناك خوف داخل الأرضية ديال الملعب مثالي أنا بالنسبة لي هاد الدغوطات هي لك أتأثر على هاد الحكام كي ينواحد الجيل جديد ديال الحكام ما نقول واش أنا بالنسبة ليهم الشاباء أنا الناس اللي تعداد 32 و33 و34 سنة ممكنش نقولوا عليهم الشاباء فأنا بالنسبة لي دخلوا للمرحلات الكوهولة بالنسبة للرياضة بلفعلي. ممكن تكلموا على الشابب كان عضره على 22, 23, 24 25 سنة لأخت ايمان. اه. انا باش منبقوش يخلطه الناس يقولك را كنا واحد موجة دي الحكام الشابب. لا هي بطبيعة الحاضرة ما كيناش موجة دي الشابب لاننه. لانه كان واحد الارت. وقاليهم باش ياخدوا الشارط دولية. شحال بقاليهم سي الموجة. دب هات الشابب. انا باش الشارط دولية اللي خداديا لدي العام عنده تبارك الله يعني شنو المشكل المشكل كين في التكوين هدا هدا في حداته مشكل كين لقاعدة وكين الناس اللي يضبروا هاد الميدان هدي عشر سنوات اولى اكتر هما اللي مسؤولين على هاد الوضعية سامح عوام الله وكان فضطر على هاد الكلمة اللي اطريبا هاد ومسؤول على الكلام ديه اللي كن قويب لان هاد الناس هما اللي انهم تشغلوا وتمنحات لهم الفرصة وتمنحات لهم امكانيات كبيرة ويكفيك ان اغفر التقرير المالي ديال الجامعة في الانتخابات اخر مكاين ترصد فعت سنة تقريبها جوزة المالية وربعمئة مليون للميزان ديال تحكيم وهدا مبلغ لي ماشي سهل والشي كنا كن طالبوا به الاسمحتي لياسي الموجه دائما انا كنت هنا مع مونير دائما كن طالب كنقول خاص هادك الحكم تعطاه ديك الفرصة ودكري كونديسجن فحلي كتعطاه اللايبين علشنا لا نديروليه يعني الشهرية ديالو واللاسي دي ماشي فقط غير هواية يعني عنده يعني عنده بلاسة اخرى فيكي يشتغل ولكن كيجي لعب ديويكند ولا وسط الاسمين بل بالعكس بغينا الحكم انه علش الله الدار ليه واحد شهرية ويكون تهوا باستقرار ويكون يعني في اللي مزيانين باش يعطي لكن مي كتشوف دب هاد الميزانية كاملة وكتلاحظ لانه كين مشكل كبير في تحكيم المغربي وفي تكوين ديال تحكيم المغربي اذا هناك اسئلة تطرح انا بغيت انا انا لاش ما عطيتكش اسئلة بغيت فقط غير اه الناس ده بل لي بالفهم ديال الكورات القادمة كاتتفقص كله ماشي كاتتفقص 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 داخل في عدد التحكيم المغربي. أنا معاك في هذه القضية الأخت إيمان وانا المسائل اللي كنت دائما في تدخولات ريالي ولكن كنحمل المسؤولية للجهاز الواصي لانه ولي ما كيديرش توصيات لانه خسوق مادم انه ينقلون له الحكام لمشاكل ديالهم ديال الجودة ديال الكاميرات ديال التمضع ديال الكاميرات وديال العدد ديال الكاميرات في الملعبات الأخت إيمان. مه. هذا الإشكال. وبالتالي انا بالنسبالية هذا الدور ديالهم ما كتقنيين خسومي للحكام كينقلوا لهما دي معانا ديالهم لنهم اللي يخسومي ديروا هات القرير ويرفعوه للمكتب الجامعي باش المكتب الجامعي يناقش مع القناة النقيلة هذا الإشكال. لنما ينكش أنا بالنسبالية القناة النقيلة غا جيت بتضوح. ما يناقش معها المسؤول اللي يدير معها الشراكة ديال النقل ديال السبونسورين ديال اللقل. وبالتالي أنا بالنسبالية هنا مسؤول لنخطين راسل الجهاز ديال اللي كي مسؤول عنيه تسير كوراة القدم الوطنية باش هو كيراجع دفطر ديال التحمولات مع الشراكة الناقلة. مه. وبالتالينا بنسبالي هذا هو الإشكال اللي كيتفترح كين مشكل ديال العدد الكاميرات لأنه را كنا كان سنة لماضية را كانوا غيس الساد الكاميرات ده بعد السنة ولا وثمانية الكاميرات. را غيس الساد الكاميرات اللي كانوا سنة لماضية. مه. العسر. والستريكت يقول لك البارح في المقابلة ديال النادي الكنانسي. والمغاية والويذات الرياضي شوش ديال الحالة تحكيمية مقدرش نحفن فيهم. والنقلة الفازية مقدرش. الهدف ديال الويذات اللي تلغى. داي تسل. وحسن لش واحد يعطينا زاوية ديال ديال لونج الكاملة باش عطينا وشكين هناك تسلل ديال العبنيان. وكاد ليك واحد الهد الريق الجزا اللي حتشارك على الويذات ديال واحد المستيات. مني كان جيوا نوقفوا للكورة كاد عطينا الفلو. ما كاد عطيكش للكورة فين ضربات كينا الحارة كليل. ولكن ما تقدريش تتكلم عليها ولا تقول لي بينا كينا هناك لمستيات ولا ما كيناش. مه. وبالتالي هنا في كينا الاشكال. العسر. ديال النقل تلفازي. وكاد ليك ديال العدد الكامير احتاج جودة ديالهم. لان ما يمكنش انا بنسباليها. نقلي. نقلي اللقطة. ونلقى فيها الفلو. مه. مشكلة كبيرة. اه لنا كينا هات الاشكال كينا منتروح ادل اهل هات المسألة. المسألة. بالتالي معجب المراجعة. ديالما دم ان الحكم كي انا في الاتصال ديالي بالحكم كي قلت احنا كن نقلو. للناس كن نقول لهم رأى الصعوبة اللي القيناها. هال مشاكل اللي القيناها. هال معويقات اللي القيناها بنسبالينا. بمعنى أنا بنسبالي هاد المسألة الخصوصها. تتنقل. ديقرير موصف صل من الجهاز الوصيح. من لجنة مركز يوم المدين هذي التحكيم باش يتنقل المكتب الجامعي ليتطار فهذا المسألة باش هو يناقشها ويراجع بسرطة التحملات. بيعنا نستنشدوها تنظر. ولكن هذا ما كين فيش المسؤولي هذي الحكام ديه ستضيق مواد قانون اللعبة. لان اذا لا يعقل انا بالنسبة لي في الارض هذي الملعب والدورة الماضية كانت دورة كاريتية من ناحية دي الاخطاء الاخت ايمان. ونعطيك انا المقابلات كلها. لان ممكنش انا فريق تحت تورقة يحرم من ضربة اي جزاء في المقابلة دياله وحده في ضيقة اللولى وحاولوا ما امكنه مجميبينه جلنا اعلن على الخطأ ولي واش كان الداخل وماش الداخل كين واحد لهم قلوا اخبعين كتبان الرجل بانه الخطأ وقع على الداخل. واللقطة الثانية ضيقة 82 كين عملية دي المسك واسقاط دي المهاجم ديال تورقة ودخل ضارعية الحكام وجاراج على اللقطة وتمسك بالقرار اللي انا بالنسبة لي هذي غير مقبولة هاد المساعلانة بالنسبة لي بجي تتحرم فريق من ضربة اي جزاء في مقابلة الفحيدة. واذا نهيك يعني الاسمحتي لسي الموجهة ونهيك دعم على المقابلات في الدورات الاولى. يعني الوصلنا احنا يا مثلا هاد المقابلة مثلا ديالتوارق اللي كانت مثلا تحسم بها مثلا البطولة. انا كنا نعطيك ديز اكزامبل. فين غادي تدي البطولة. وهاد شي اللي جاهدنا في سنوات الماضية. انا السؤال اللي بغيت نوجهه لك. هو ده بتكلمتي ان المديري اللي التحكيم خرجات باللقاء ديالها المعتاد. وقالت باللي بعض ضربات الجزاء ما كانش خاصه يستفلي فيهم بعض الحكام. واش انت كتشوف عاد القادية لوجيك. ان حكم ما كيعطيش ضربة الجزاء. وفاش كتمشي المديرية. كتقول قرار المعاكس ديل هاداك الحاكم. هاداك الحاكم رجي من الجسم ديل المديرية التحكيم. واش انت كي بل كادشي لوجيك يعني فاد الخروج اللي كتخرج كتخرج بيه. كل مرة المديرية ديالتحكيم بتخطيء الحكام. هو الخطأ واجب. يعني اي واحد يقدر يغلط فينا. راح ناو كان غلطو يعني ما كينشي حاجة اللي غريبة. غير هي اشق فكت تعود هناك اسئلة تطرح. هي نقطة ايمانة بالنسبة لي هما الغطأ اللي دارت المديرية هو في الدورات اللولة كانت كتبر قرارات الحكام ولو انها كتكون خطأة. وكتحاول تمشي مع الحاكم كتفط الى جانب الحاكم. وربما الحتيجات ديل فريق الويداد الريادي كانت على صواف مشموعة ديال لقاطات الحكيمية. وكادلك ديال الرجاء الريادي ديال مشموعة ديال الفرق اللي تضلمت في دورات اللولة. ولكن شايفو انهم راسهم تغلبوه لانه بقوط يبرروا الحكام حتى ولو الحكام ما كيعارب بلو بينامية راقات صبيق القانون وبين السين ديال الصبيق ذاك شي اللي كيت قال لهم في ذاك الندوة. لانه ملقوش كيعاربو شنو غايديرو. وبالتالي هنا تلبوه لهم ليروبير ديال القوانين. باش انهم خرجوا في هات دورة انا تفاجأت انا بنسبة لي الجيد. اليوم. فاجأت بالبالك لانه داقة ديالعان بتبريد تبريد تبريد ديال الحكام ولا اول كي يكون الدق وكي يكون العصاب. انا بنسبة لي هادي شجاعة من الجهاز من بالنسبة لي. من الموضデين ديال تحكيم شجعها ان تعتارف الخطأ ديال الحاكم. لان الحاكم يحتمل مسؤولية دياله لانه بنسبة لي ما عاين زك و القرك دوره. باش انك غاد باش تقير لاساد تديالك على مستوى باش تشدر في على مستوى باش تطلقى لتعويضت ديالك في الوقت المناسيب دياله فأنا ما ندخلش نصفر معك في الارض ديال Hye. ولكن يحتمل مسؤولية دياله في القرار دياله ولكن يحتفظ على يعنيها جزاءات الاخت ايمان. اي. انا بالنسبة لي حاكم ما كانش في المستورة. خسرت على جزاءات ديال توقيفات دياله. او لا يكون عندكم انبارين ديال الاقتطاعات. ما يكون بحلل اللي كاتحكموه على التفورة. عادي جدا نغموه. باش ما تتعودش? بالنسبة لي نبقى لحاكم انه نوجد لك الظروف. وبننسفتك في الارضية ديال الملعب. دير لي كواريد تحكمية. ونجي انا في الدول ديال اللي نحاول نبرها ونحاول نكتبع للناس. بقى لك المخرج. وناكو ل نتعرض الانتقادات. ونعمل نتنمور والاستهزة من طرف وسائل الاعلام من طرف الشارع الرياضي. هذا هو هذا والخطأ. ولكن اليوم انا بدي اعتبرها اليوم. مم. هناك شجاعة. انا بنسبة لي كان شجاعة فكرية. شجاعة ادبية. نعتارف الخطأ ديال الحاكم ديالي. ولكن خسرت عليه جزاءات. وغسر النقش مع الفروق. هاد المسائل اللي وقعوا لهم هاد الظلم تحكيمي. ما غيمكنيش نرضهم النقاط دياله. ولكن بنسبة لي على الأقل لك اترضهم اعتبار بانهم رخسروا بخطأ تحك او لو بقرار تحكيمي مثلا اللي كان هو النتيجة. باش انهم خسروا ذاك المقابلة. وبينها ما غتتكررش لنا باش خسنين نرسل الحكام وننبههم على هاد المسائل باش انهم يحاولوا انهم يزيروا صنطة ديالهم. يحاولوا يشجادوا اكثر. يحاولوا يكون الحضور ديالهم ديني اكثر. وخسنين نقش معهم مثل مسائل. انا بنسبة لي هادي كان اعتبرها نقطة ليل تحول. اليوم بعد الدورة السابعة في الخطاب ديال المديرة ديالتحكيم النقطة ديالتحول. كان ظننا بنسبة لي غ ما تكون ايجابية. اه مصق بالا لان الحكام يتحملوا دورهم المسؤولية ديالهم باش انهم لين يمشيوا الارضية ديال الملعب باش يكون يبديوا الاعداء ديالهم على اكمل. جيد. بالفعل. ويكونوا في استعداد ديهني اكثر. وحضور باداني اكثر. بالفعل. باش بكلهم يبديوا المهمة ديالهم على اكملوه. سيلموش انا ما سخيتش ان انا نكمل معك يعني الحلقة ولكن وصلنا يعني النهاية ديالاغي هو سؤال بسرعة. لا 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 بالاكس 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 انت رو الوقت ديالك كام وانا ما كرهتش كنت معي ولكن الاسف مرة اخرى ان شاء الله باذني لا غير هو سؤال سؤال يعني بسرعة ما كرهتش تجاوبني اليه هو الاسئلة التي تطيح ديالك حاليا هو يجب الاستعانة بالحكام الاجانب. واش انت معا او ضد يعني هاد الفكرة هادي. لا نبعها في هاد المسألة في الوقت في هاد المرحلة في هاد المرحلة الانتقالية. بالخلصة الضغوطة اللي كاينة. لما لا لان اعتدت البطولات وراحنا سبقناها في الفين سمونتاش الفين ساعتاش تاعنا بستدي الحكام من خارجنا في واحد الاسترالي كانت فيها تغييرات الامور واستعنا بحكام من 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 سينيقال من ميسر من الجزائر وجاءوا حكمه هنا مقابلات في المغرب وبدون ادنى مشكلة. وفي اطار تفعيل الاتفاقيات ديال الشراكات مع الجامعة الافريقية. مم. ارى انا بنسبلية تكون غاد تخدمني صالحنا. وغاد تخفف تغط على الحكام ديانا بخصوص في المقابلات اللي كتكون عندها وزن. ولي كتكون فيها دغوطات ديال الفروق الكبيرة. مم. وبتالي غال نربعوا واحد لوكس. وغاد نخففو احتف دغوطة العقام للشباب الذين كانوا من حولهم الفرصة باش انهم يقويوا المناعة لهم وينضابطوا في الارضية للملعب تحية لك سي محمد الموجه وشكرا لقابول دي الدعوة دي لك خبير تحكيم وافتي الكمانتغ لي كيني دبا ما عنديش شال الوقت نقراهم يعني كل شيء يتكلم على التحكيم المغربي ان شاء الله ما غادش تكون اخر مرة شكرا لك مرة اخرى مستمعينا مستمائتنا وصلنا لنهاية الحصة دي اليوم من برنامج البوطول اللي كانت من الوحدة على الثلاثة اللي لقاكم غدا ان شاء الله بإذن الله في نفس التوقيت ونفس المكان الاشياء دايثهم